أهركم سعيد ويومكم جميل بإذن الرحمن بصبح على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم ورحب بيكم في بداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي أكيد حتكون يعني مليانة كلام بقى عن التحدي الجديد اللي بيواجه النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي وابتداء من النهاردة إن شاء الله حيكون كلامنا عن بطولة مهمة جدا إحنا النهاردة وتحديدا الساعة 7 حينطلق النادي الأهلي في أولى بقى مبارياته في عديد بطولة عندنا ماتش مهمة في بطولة مهمة وبطبيعة الحال إحنا أي بطولة بنشارك فيها بتكون بالنسبة لنا مهمة بنكونش عيننا غير على الوصول فيها للمراحل النهائية إما كناش كباب بنتكلم على إن إحنا ناخد لقب البطولة أيا كانت إيه هي البطولة تعالوا بس نبتدي حلقة النهاردة بعزاء واجب الحقيقة كابتن محمود الخطيب وكافة أعضاء مجلس الإدارة وقطعات النادي الإدارية والرياضية تقدموا بخالص العزاء لكابتن حسام البدري المدير الفني الأسبخ للنادي الأهلي وعضو النادي في وفاة والدته دعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان طبعا خالص تعزينة لكابتن حسام البدري حلقتنا النهاردة هتكون مليانة كلام كتير عن النادي الأهلي طبعا ده هيحصل على مدار جزئي الحلقة جزء الأول هنتكلم فيه أكيد عن ماتش النهاردة وكمان هنعمل ده بحزافيره في الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة كالعادة الساعة التانية بيكون عندنا فيها فقرتين حواريتين الفقرة الأولى النهاردة هنتكلم من خلالها عن طبعا يعني الرياضات الأخرى اللي طبعا بنهب دايما كل فترة والتانية ننقي عليها الضوء مع حضراتكم من خلال طبعا الأسدزة الأفاضل اللي بينورونا وطبعا الفقرة التانية هيكون فيها حديث مطول مع كابتن فتحي نصير هنتكلم بقى ما أعمتش النهاردة وعن اللي جاي لكن طبعا الفقرة اللي قبلها هينورنا أن نخذ رياضي الأستاذ أحمد رشاد نحن بأي حال من الأحوال عن أننا نتكلم كمان في الرياضات الأخرى ولا سيما إن حقيقة النادي الأهلي هو يعني مخالي الفرصة دي متاحة لنا وبوفرة لأن النادي الأهلي شبه مسيطر على أغلب الرياضات الأخرى ولا سيما رياضات الصلاة هنتكلم في الفقرة طبعا دي عن كل هذه الأمور تعالوا بقى نتكلم عن النهاردة هيحصل ايه النهاردة ان شاء الله يفتتح بطولة كأس السوبر المصري للأبطال اللي هيشارك فيها طبعا أربع عندية مصرية النادي الأهلي بطبيعة الحال وصيف بطل الكاس ونادي سيراميكا كليوبترا اللي حينعبه من النهاردة ان شاء الله ساعة سبعة مساء واخيرا نادي مودرن فيوتشر طبعا بطولة كأس السوبر للأبطال هي أول نسخة بالنظام المستحدث وخلي بالحضراتكم فيه أكتر من دولة كمان بتعمل بطولة السوبر الخاص بيها وبنفس الطريقة طبعا أبرزهم على الإطلاق السوبر الإسباني اللي عادة ما بيطلعش بره الثلاثي الشهير ريال مدريد والبرسا وأتلاتكو مدريد عشان كده فكرة يعني إقامة مسابقة السوبر المصري بمشاركة أكتر من فريق هو أمر جيد جدا وأعتقد أن البطولة ان شاء الله هتكون نكحة جماهيريا وده واضح من حاجات كتير لكن نقدر نكون واثقين من هذا الأمر ان شاء الله خلونا بقى ندخل أكتر في المشهد وأكيد عارفين أن الوقت يعني كان ديق جدا كالعادة يعني وبس المرة دي بمجرد وصول البعتة خلال طبعا 48 ساعة الأخيرة من المملكة العربية السعودية بعد المنافسات القوية اللي خضوها في كأس العالم للأندية على طول دخلنا في مود البطولة مبارح مستر مارسل كولر عمل تدريب للعيبة المعنويات واضح أنها مرتفعة جدا خصوصا بعد الظهور بشكل جيد في منافسات كأس العالم للأندية والحصول على الميدالية البرونزية لكن في النهاية أنت بتشارك في أكتر من بطولة وبتطلع من منافسات محلية تدخل على منافسات قرية تطلع من القرية على منافسات عالمية ترجع من العالمية مرة تانية على المنافسات المحلية وده قدر النادي الأهلي والعيبة النادي الأهلي وواضح كمان أنه قدر جماهير النادي الأهلي الحقيقة أمر صعب جدا مش أي فريق يقدر يستوعب هذا الأمر ومش أي فريق يدر يتأقلم معاه خصوصا في مصر أو حتى في إفريقيا بشكل عام عشان كده النهاردة برضو هنقول إنه وارد جدا إننا نشوف تغيير إلى حد ما في تشكيل الفريق من جانب مستر مارسل كولر وارد إنه يحصل في ثلاث لعيبة أربع لعيبة وبرضو وارد إنه يبتدي بنفس تشكيل المباراة الأخيرة اللي لعبها أمام أوراوة الياباني وإن كم يعني فيه ناس كتير ممكن تبقى متشككة في هذا الأمر وممكن يكونوا شايفين إن المجموعة اللي شاركت يوم الجمعة اللي فاتت يعني ممكن مش بالضرورة إن كلهم يبتدوا فيه ماتش النهاردة أمام سيراميكا كليوباتر عموما هي ساعات يعني بسيطة بتفصلنا على اللقاء وكده كده هنعرف مين التشكيل الأساسي تعالوا بقى نتكلم شوية عن سيراميكا الفريق المنافس طبعا بنتكلم على فريق جيد ماشي بشكل كويس في الموسم الحالي مع مدرب مكتهد جدا كابتن أيمن الرمادي طبعا سجل معهم حضور متميز جدا في نهاية الموسم اللي فات ونجح معهم في أن يفوز بكأس الربطة على حساب فريق المصري بنتيجة أربعة واحد كمان الموسم الحالي لو لخصنا كده مشواره هنلاقي من سيراميكا كليوباترا لعب تسع مباريات فيه فاس فيه أربعة منهم وتعادل في اتنين وخسر تلت مباريات في الإجمالي عنده 14 نقطة وهو حاليا بيحتل المركز الخامس عنده سكواد مميز بطبيعة الحال أكيد أبرز نجوم ولعب الأهلي المعار الجزائري أحمد قندوسي هداف الفريق في مسابقة الدوري مسجل معهم خمس أهداف طبعا كمان نجم الفريق محمد شكري وأحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم وجون إيبوكا يعني في النهاية أنت قدام فريق جيد جدا وعنده أكيد طموح مشروع جدا أنه يعني يتأهل للمباراة النهائية بل ويفوز بهذه البطولة كمان في أول مشاركة ليه في هذه البطولة على الإطلاق مبارح طبعا كان فيه كلام قاله أو صرح به كابتن أيمن الرمادي في المؤتمر الصحفي كلام متوازن إلى حد كبير بطبيعة الحال لازم هيكون بيشكر في فرقته بيأكد على جهزية فرقته على استعدادهم الكامل للملاقات فريق النادي الأهلي وإن كان يعني فيه جملة كده البعض من الناس وقف عندها أنه قال ضمن اللي قاله قال أن الفرقات بينهم وبين لعيبة النادي الأهلي متناهية الصغر فجملة متناهية الصغر دي تخلي ناس كتير وقد نكون احنا شخصيا منهم احنا بنعمل ده هو بالفعل لازم يبقى أن نوقف عند الجملة دي لأن الحقيقة يعني بطبيعة الحال النوع ده من الكلام لازم المدير الفني يقوله أيا كان المدير الفني ده أي فريق بس لازم يشيد بفريقه ويحث فريقه على أن هم يعملوا أقصى ما عندهم وأكيد لازم برضو يتني على الفريق المقابل اللي هو النادي الأهلي في الحالة اللي منتكلم عنها وأنه فريق كبير يعني إلى آخره لكن لما تكون الفرقات متناهية الصغر فيه كلام كتير ممكن يتقال في هذا الإطار الحقيقة يعني يمكن أقل حاجة ممكن تتقال لما الفرقات للدرجات المتناهية الصغر أما الحجم الإنجازات متناهي الكبر دي ما بين الفرقتين طبعا إلى جانب اللدود تانية كتير لكن إحنا في الآخر بنتكلم على فريق محترم مدير والفني محترم إحنا على فكرة بنتكلم كتير عن كابتن أيمن الرمادي هنا في عشر صبح في الأهلي وعادة ما بيكون كلامنا مقترن بالتأدير والاحترام وهو طبعا تأدير واحترام يعني عن استحقاق وعن جدارة فأكيد حنقول إن النهاردة كل التوفيق إن شاء الله بنتمنى للعيبة النادي الأهلي وطبعا للجهاز الفني بطبيعة الحال متوقع حضور جماهيري بقى مقطع النظير في ماتش النهاردة ودي حاجة عادية واعتيادية على جمهور النادي الأهلي فكروا كده فيها وعملوا فلاش باك لكل المشاركات اللي شارك فيها النادي الأهلي خارج مصر في بطولات مختلفة ما بين قرية أو دولية هتلاقوا إن النادي الأهلي جمهوره كالعادة بيكون دايما صباق في حضور هذه المباريات داخل كمان وخارج مصر وزي ما شفنا طبعا كان الجمهور يعني يتوقف عنده بكتير من التأدير والاحترام في كأس العالم للأندية الماتش الرهيب اللي عبنا قدام اتحاد جدة في استاد الجوهرة والماتش اللي عملنا قدام فلومانينسي وثم الماتش اللي بعديها أمام أراوة اللي طبعا الياباني بطل كأس أسيا الجمهور كان ليه دور كبير جدا 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 كالعادة في مسندة الفريق فنتمنى ونتوقع إن دا يتكرر النهاردة إن شاء الله وتعالوا كده بقى في البداية نسمع توقعات الجماهير لنتيجة هذا اللقاء هتسفر عن إيه ونرجع نكمل الكلام تفضل والله أنا أتوقع فوز الأهل إن شاء الله بإذن الله 1-0 طبعا إن هو يا 1-0 علشان النتيجة دا لأن اللعيبة طبعا مجهدة فما حتبقى فيه يعني تغييرات كتيرة في الفريق وأتوقع الوصول النهائي بين الأهل وبرامتز إن شاء الله بالنسبة للتوقع إن شاء الله بيرميزة إن شاء الله بإذن الله وأنا أتمنى من كل قلبي إنه يقابله في النهائي ونأخذ ونفوز ونأخذ الكاسي السوبر إن شاء الله كالعادة يعني فإن شاء الله أتوقع الأهل يفوز على السيرميزة كلبطرة وتوقعاتي طبعا بالتالي إن هو يقابل فريق بيرامتز فريق بيرامتز فريق قوي جدا وكمان مع الرعب بتاع هناك وفريق قوي جدا بيدوم النجوم وإحنا مستدين يعني توقعاتي بإذن الله بإذن الله الأهل يفوز بإذن الله بنتيجة كويسة وإن شاء الله بإذن الله هيقابل بيرامتز إن شاء الله الأهل هيكسب بكرة وبعدين بتذكر عالي كمان مش قل من ثلاثة اللي هنأخذنا على الثلاثات خلاص إن شاء الله الأهل هيفوز بكرة إحنا سقاطنا كبيرة جدا فيه وهو طبعا يعني معزور برضو إن فيه إرهاق كبير من رحلة الصفر مع ضغط المباريات الشابقة اللي قابليها كاس العالم للأندية والحمد لله وحق نتائج كويسة وكانوا مفروض يضلوا على الأقل يوم كمان ولا حاجة لكن إحنا هنقبل كل شيء إن شاء الله وربنا هيوفقوا بإذن الله بتوقع إنه يفوز ثلاثة واحد أتوقع يعني إن الأهل يكسب اتنين سيف إن شاء الله بإذن الله الأهل الأول هيفوز بإذن الله وأنا أتوقع فيوتشر لأن بيرامتز ثلاثة ربع الناس تعبانة ومصابة ويعني فيها اللي هزروفها عمرنا مسألنا أي حد من الجمهور عن توقعاتك في لقاء النادي الأهلي مع أيا كان مين وتسمعوا عبارة من عينة مثلا إن شاء الله نتعادل لا مفيش حاجة اسمها كده دايماً توقعات الجمهور الجمهور النادي الأهلي وأنا هنا مش بتكلم على توقعاتهم لمباراة النهاردة بالتحديد أنا بتكلم بشكل عام إن دايماً جمهور النادي الأهلي متوقع من لعيبة النادي الأهلي أقصى حاجة ممكن يقدر يحققوها واللي هي عشان يبقى الموضوع مرضي للجمهور هي الحصول على لقب البطولة اللي النادي الأهلي بيشارك فيها طبعاً إحنا عندنا لعيبة بسم الله ما شاء الله طب هما في غينة عن إن أنا أتكلم عنهم وحتى إن أنا أذكر إن هما عندهم ما يكفي من الخبرات على يعني ما يعينهم على حسن التعامل مع النوع ده من الضغوطات لكن بعيداً بقى عن تلاحب المباريات والصفر والمجي والمشاركات في مباريات محلية وإقليمية وقرية ودولية بما فيها من ضغوطات هستيرية لكن أنا عايز أقف شوية عند الضغط اللي بيشكله طموح الجمهور على اللعيبة دي حاجة صعبة جداً مش أي لعب يعني يقدر يتعامل معها ويتأقلم مع هذا الأمر الحقيقة يعني نهني دايماً لعيبة النادي الأهلي على الثبات الانفعالي وعلى إن هما دايماً عند حسن التوقعات وحسن ظن الجمهور ده في حد ذاته بيشكل عيب غير طبيعي ومسؤولية غير طبيعية يعني اللي بيلبس شيرت النادي الأهلي ده ماشي وشاير على كتافه ومجموعة ضخمة من الأحمال بأشكال مختلفة وبمرجعيات مختلفة لكن في النهاية الحمل واحد وهو حمل تقيل جداً لكن كالعادة رجالة النادي الأهلي دايماً أدها ودود تعالوا بقى نستعرض تصريحات ميستر كولر في المؤتمر الصحفي اللي عقد بالأمس طبعاً قال كلام كتير من ضمن كلام الآيال وقال إن طبعاً مباراة سيراميكا كليل فاترة لن تكون مباراة سهلة في ضوء الأداء والنتائج اللي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة طبعاً شدد على إن النادي الأهلي بيسعى وده شيء طبيعي جداً بكل قوة للفوز بهذا اللقب وأكد كمان على احتياجه لوجود الجماهير في المدرجات وفي ملعب المباراة النهاردة طبعاً الجزئية دي مستر كولر ما تشيلش همه يعني بالنسبة للجزء المتعلق بجمهور النادي الأهلي مش متاخدش بالك يعني ده موضوع مفروغ منه إن شاء الله كمان قال إن هم ابتدوا التحضير بالفعل لمباراة سيراميكا بمجرد ما وصلوا من يعني وصلوا أبو زبي بعد ما انتهوا من مونديال الأندية بين مملكة العربية السعودية عرض طبعاً فيديو تحليلي للفريق المنافس خلال محضرته للعيبة وأكد إن المنافس فريق جيد جداً ويمتلك عناصر مميزة للغاية وفيما يتعلق بقى بتفصيل التلاحهم المباريات قال إن لعيبة النادي الأهلي عندها من الخبرة ما يكفي إنها تقدر تتعامل مع ضغوطات المباريات وكمان تطرخ للحديث عن الحاجة اللي إحنا وقفنا عندها كتير الفترة الأخيرة الحقيقة فكرة إهدار الفرص والواحدة ما يعمل فلاش باك لمشاركات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ولا سيامة كاسر عالم للأندية أقسم بالله ربع الفرص اللي تم إهدارها دي لو ما كانتش أهدرت كان حيبقى النتيجة والوضع مختلف تماماً وتأكدوا إن إحنا كنا حنبقى بنلعب في المطش النهائي قدام منشاست الستي لكن حنرجع ونقول قدر الله وما شاء فعل بس ميستر كولر وقف عندها التفصيلة دي وقال إن هي طبعاً بتحصل نتيجة غياب عنصر التوفيق في بعض الأحيان ونتيجة عدم التركيز في الأحيان الأخرى طبعاً طالب كل اللعيبة منهم يعني يثقوا بأنفسهم مع وجود شراسة أمام مربع الفريق المنافس إلى جانب طبعاً دور الجهاز الفني اللي سيعمل جاهداً على علاج هذا الأمر خلال التدريبات وإن شاء الله قال نصاً إن القادم سيكون أفضل طبعاً التمس هو كمان بالمناسبة فيما يتعلق بعلاقة ميستر كولر بالجمهور وهو أتكلم عن التفصيلة دي قبل كده كتير هو التمس العذر الكامل لجمهور النادي الأهلي في وجهة نظرهم المتعلقة بجزئية إهضار الفرص هو قال وعندهم حق خصوصاً إن هم مش بيشوفوا تدريبات الفريق ولا بيشوفوا الحالة اللي بعض اللعيبة بيكونوا عليها نتيجة تلاحهم المباريات وقال كمان إن هم بطبيعة الحال بيتعرضوا نتيجة هذا الأمر لضغوطات كبيرة جداً قد تتسبب في تراجع المستوى لدى البعض من اللعبين طبعاً فيه فرؤات وفقاً للخبرات وفرق الخبرات بين كل اللعب والتاني وهو ما يقدره تماماً إنه هو انطباع الجمهور ويسعى إلى مساعدة جميع اللعبين كما قال نصر كمان مستر كولر وجه رسالة خاصة جداً للجمهور جمهور النادر أهلي قال فيها الآتي طبعاً شكراً للعضاء جيداً للعضاء الجمهور نصر باشينا خاش جده أعودنا نفسك كما أنه كما يشعر في الإستغلاق التالي كما أنه يشعر في الديو جيد e تأتي سنوتي وفعله كل رؤية ، فهي يعطينا ونساعدت هم لا يجلس لدينا جلد ولكن معكم نحن لعودنا أننا قام بحول أن نفعه للمشاركة إلى التنجل والنحن في المشاركة هذه المشاركة خاصة الغمير جمهور النادي الاهلي احنا مقفين دلوقتي في الاستاد فاضي استاد فاضي بيقاميت من غير جمهور النادي الاهلي مقالوش روح مقالوش حياة احنا محتاجينكم بكرة محتاجينكم تكون معانا دعمين دينا انا بحب جمهور النادي الاهلي جدا وعارف ان هم دايما في ظهرنا دايما مسامدين دينا محتاجكم بكرة جدا محتاجينكم في مطش بكرة بشكل غير عادي جمهور النادي الاهلي لازم تكون حاضر بكرة لازم تكون معانا بكرة عشان نوصل للنهاية إن شاء الله ونحقق اللقب مع بعض جمهور الأهلي نستنيك بكرة إن شاء الله أحنين أما بقى فيما يتعلق بتصريحات محمد الشناوي كابتن الفريق اللي يصرح بيها خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيمه بالأمس قال إن المباراة بطبيعة الحال حتكون مباراة صعبة وقال إن الفريق المنافس فريق قوي وسبق وواجه النهاد النادي الأهلي من فترة وجيز هذا الموسم في الدوري المحلي وأكد على إن النادي الأهلي أغلق تماما صفحة كأس العالم للأندية بعد ما توت بالميدالية البرونزية وقال إن كل اللعيبة حاليا ما بيفكروش غير في بطولة السوبر المصري ومركزين تحديدا في مباراة النهاردة أمام سيراميكا كريوباترا وقال نحن تعودنا على تلاحم وتوالي البطولات ويبتدأنا بالتحضير طبعا مع محلل الأداء لدراسة الفريق المنافس وكيفية تحركات لعبي في أرضية الملعب وقال كمان إن النادي الأهلي بطبيعة الحال بيسعى لحصد لقب السوبر تعالوا برضو نسمع جانب من تصريحات ميستر كولر وش الناوي خلال المؤتمر الصحفي من خلال هذا التقريب اشتركوا أننا نستشعر في هذا المجتمع وشعرنا على المشاهدة وفاهمنا نستشعر في حتنا ويجبنا نستشعر في أحد الأداء كل من التحضير كبيرة جميعا نشاهدنا بقائنا يومين نحن نعبنا ماتش قوي جدا يوم الجمعة يوم السبت اتمررنا في جادة نحن نستطيع في بارح بالليل متأخر اتمررنا تمرين واحدة في جادة تمرين الناس الذين لم يشركتش في الماتش بتاع يوم الجمعة واللعيبة اللي شاركت كانت في فندق في الجيم بتاعمل استشفى اتمرد مع جميع صغيرة يوم السبت بعد كالا سافرنا نستجعين منبارك بالليل النهاردة اللعيبة اللي شاركت في المطش هتقدر تنزل معنا التمرين النهاردة لكن التمرين ما يقدرش ان هو يبقى تمرين شديد او قوي لان احنا لسه في مرحلة الاستشفى وعارض البناء البدني عشان نقدر نحن نلعب مطش بكرة مرة تانية ففكرة الاستعداد او التحضير دي يعني يتبقى فيها صعوبة كبيرة جدا في ظل هذه الظروف لكن احنا بدأنا الشكل النظري اتفرجنا على فيديو عن تحليل المطش لفريق سيراميكا وانا قلت اللعيبة بشكل واضح واللعيبة متهاري مدركة ده جدا فريق سيراميكا فريق قوي جدا فريق محترم جدا برعب كرة كويسة هيحتاج مننا مجهود كبير جدا عشان نقدر ان احنا نجريه بكرة هنقدر ان نحتاجين تركزنا يكون مية في المية محتاجين ان احنا نكون زهنيا وبدنيا في اعلى مستويات عشان نقدر ان نتخطى فريق بالقوة دي وده دعيبة عرفية واحنا عارفينه وبنحاول ان احنا نتكلم فيه طول الوقت من اول ما وصلنا هنا وبنتمنى بكرة ودي نقطة قوة لينا محتاجينها بكرة جدا هيجمهور بنتمنى ان جمهور النادي الاهلي يقفل الملعب بكرة لأن هناك شكل مهنا في هذه النقطة نحن نغط نحن 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 نتحرك نحن نحن نتلاعي في حالات وعندنا نحن لكل شكل تحصل على الأسفل ومع شكل كامل نحن ليه قد آخر ونغط نغط نحن وإن أجد أن نحن نسطع معنا بكرا يسمون أننا في هذا إنه شكل كبير لأننا أفضل اتقال معنا بكم ومطق التنطيز لكي أن نحن زندما جنوانية ومرأة اليوم سنوات موت سنوات ومتعونا رنز أخرى ونخطأ نفسي من الأشخاص الممتعونا وإنبعنا ستكون مهما يحب بالجوع ونهما أن نعرف هم ستكون لأنه يحب البعض أعتقد أننا محارك حق لأننا لعابتنا عندها كبيرة جدا أنها قادرت تتضر تتعامل مع الرتمي زي كده دي مشها جديدة عليهم إحنا من السنة اللي فاتت وإحنا تقريبا الموسم اللي فات برضو كان بجلنا لحظات كده في الموسم كنا بنلعب بالرتم ده لعابتنا متعودة على الرتم ده وعارفة تتعامل عزي عندهم الخبرات كيفية التعامل مع الرتم ده لكن إحنا بنحاول طبعا حنطلع أحسن ما عندنا عندنا قايمة كبيرة جدا من اللاعبين فيها لعبين كثير مميزة فبالتأكيد بكرة هبقى فيه تغييرات أو تعديلات في التشكيل أو الناس هتلعب الأول مرة لكن ده مش مكانه النهاردة ولا وقته أن أنا أقول قبل المباراة مين هموجود ومين مش هموجود أو تشكيل التشكيل بيتم إعلانه قبل المباراة مباشرة لكن في النهاية أي 11 هترم اخيارهم المباراة أنا متأكد واثق فيهم وعارف أنهم هتقدروا يتعاملوا إزاي مع الموقف فيه والضغط ده لكن كل هذا هو إ whisky بالأن الأهمية بها ويقات التاركيز هم مع كل يجعب أن يتعاملوا مستوى الأجمع إلى الأجمع بإمكاننا المباراة مستوى الأجمع تدع في سنة يتجمعه في للمواردة في الملاطقات لدينا 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 على الكامل ويضاء المطاقات لدينا في العام لم نجفت لدينا الموارб منذ لدينا منظم مختلف ويضاء المنظم لم أهم نجفت لتدعوا من القتال خرجتنا بإمكانكم من في المنزل النجاح سنطلع ويقوم بيكس ويقوم بإمكانكم ونحن نفسه ونفعله ونحن نسخ ويقع سيئ جميع أكثر من المنزل شخصي احيب أن يكون رائعاً جميعاً سيئة لانه سيئة مهلاً سيئة من المنزل سيئة لانه نحن لانه انه صار لا يمكننا أن تنفيذ أكثر من الحاجات ونحن نتاقل على القيادة سأتكلم عن طريق الماضي نعم أكثر من الصعب وأكثر من مؤسسة وأنهم يستطيعون مجد الحجم وأنهم يستطيعون مجد المتحاجات لأننا نخمج مرة واحدة في الأول عام ونحن نجتعون ثلاث بطولات ونصنعهم ثلاث بطولات وهنا نحن نحن نفع بطولات وأنه لا يوجد مجرد المتحاجات لازم هنجيب لازم أقصى ما عندنا عشان خطر ناخد أو بطولة نادي الأهل نادي الأهل يقصى تلات بطولات دي مش حاجة هينة فلعبة مقدرة المسؤولية دي جدا وعارفين إيه اللي قدامهم وإيه اللي احنا محتاجين وهندخلين على نص نهاية أو قبل نهاي قبل نهاي قبل نهاي بأي بطولة اسمه قبل نهاي لازم يتدي فيه كل حاجة فلعبة عارفة مسؤولياتها احنا عارفين مسؤوليتنا مركزين ما عندناش مجال للشكوى وان احنا نشتكي اه احنا تعبنين والتانيين مريحين ما فيش الكلام ده ومش هندور على أي أعذار وخصوصا برضو ممكن واحد يبص الموضوع من ناحية تانية ان احنا بنلعب ماتشاط معناه ان احنا رتمنا كويس ان احنا دخلين في رتم ماتشاط عكس فرقة تانية ممكن تكون انما بتاخد أجازة طويلة بتحتاج وقت أطول عشان تخش في رتم الماتشاط يعني هنتركزنا حاضر زينيا حاضرين وقادرين وان شاء الله بإذن الله احنا من كل ما نقدر عليه عشان نقدر ان احنا نتخطمتش بكرة وان ناخد اللقب داني مهم جدا ان نجي اكيد طبعا المباراة احنا عارفين المباراة بالنسبة لنا يعني مباراة صعبة جدا وحنا عارفين فرقة سراميكا كويس جدا لسا لعبناها من قريب وزي كوتش ما قال احنا لسا واصلين براح بالليل احنا دلوقتي منحضر المباراة يعني اتفرجنا على الفرقة النهاردة وعندنا تمرين النهاردة ومنحضر بشكل كويس والعيب بتاعة النادر الاهلي عارفة المباراة صعبة وده اللي احنا اتكلمنا فيه وعارفين البطولة دي مهمة بالنسبة لنا ومهمة لجمهور عشان كده احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا بكرة ويوفقنا ونسحب للنهاية ان شاء الله بمناسبة محمد الشناوي عايز اقول لحضراتكم احنا صبعا كنت لسا بقولكم من شوية ان احنا كده كده قفلنا صفحة كأس العالم للاندية تمام لكن واضح ان البعض من جمهور النادي الاهلي او جمهور بشكل عام لسا ما قفدش الصفحة اوي ولسا واقف عند برضو المجموعة اللقطات اللي شفنا من خلالها طبيعة نظرات الحكمة الامريكية لمحمد الشناوي فاتش الاهلي مع قرواة في مباراة طبعا تحديد المركز التالت والرابع ومن مبارح بالليل لغاية دلوقتي في ناس كتيرة مجددا يعني مش هيرين صور لهذه الحكمة مع زوجها ومع تلات بنات عندها تلات بنات امارات صغيرين بسم الله ما شاء الله وعملين باي يكتبوا ايه كفاية هارية متجوزة وخلي يعني انا مش عارف بقول لحضراتكم ايه بس يعني محمد الشناوي عامل شغل الحقيقة عالي في الفترة الاخيرة تعالوا بقى نتكلم شوية عن الماتشين اللي هتلاعبه النهاردة اكيد حضراتكم عارفين النهاردة هتلاعب ماتشين فيوتشر حيلاع بيرامدز تحديدا الساعة الثلاثة لو انا مش غلطان النهاردة وطبعا ماتش بتاعنا الاهلي امام سيراميكا هيكون الساعة السبعة مساء متويط القاهرة ان شاء الله فيما يتعلق به حكام الماتشين دول اعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام واجهتي الاهلي وسيراميكا كليفاترة وايضا فيوتشر مع بيرامدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري اختارت لجنة الحكام محمد معروف لادارة مباراة الاهلي وسيراميكا كليفاترة يعاون المساعدان سامي هالهل وسامير جمال والحكم الرابع محمود البنة بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد ويعاونه محمود ابو الرجال الى جانب طبعا حكم فيديو احتياطي هاني عبد الفتاح اما بقى مباراة فيوتشر وبيرامدز هتكون بادارة تحكمية لامين عمر بيعاونه المساعدان احمد توفيق ويوسف البساطي والحكم الرابع محمد عادل بينما سيتواجد محمود عشور كحكم فيديو مساعد ويعاونه احمد حسام طه الى جانب طبعا حكم فيديو احتياطي وهو الوائد شعبان تمنياتنا طبعا لفريقنا بكل التوفيق تعالوا بقى نروح ليه ملف مختلف حبتين منتخب الشباب طبعا منتخب مصري للشباب اللي بيواصل معسكره لاختيار المحترفين ومزدوجي الجنسية وحقف مع حضراتكم خلال لحظات عند التفصيلة دي طبعا تحت قيادة واق الرياض المدير الفني لمنتخب 2005 اللعيبة بيتضربوا على فترتين على الملعب طبعا الفرعي لفندق الاقامة تم تأسيم اللعيبة المتوجدين في المعسكر وعددهم 40 لاعب بالمناسبة اتأسموا المجموعتين كل مجموعة فيها 20 لاعب عشان يقدر الجهاز الفني ان هو يتابع اللعيبة كما ينبغي ويقيمهم بشكل جيد وعن قرب طبعا يعني بيقام المعسكر ده للمرة الاولى لان هو معسكر يعني يعتبر الاول من نوعه في اطار خطة البيهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن افضل العناصر في الداخل وكمان في الخارج لتدعيم منتخب مصري للشباب واللي هو طبعا بدوره يعتبر نواة للمتخب الوطني الاول في المرحلة المقبلة ان شاء الله وللتوضيح انا قلت لكم عايز اقف معكم عند عبارة مزدوية جنسية للتوضيح مزدوية جنسية بيبعاهم طبعا جنسية تانية غير المصرية ولكن لم ينضموا لمنتخب اخر لان طبعا كلنا عارفين ان اللعب لو انضم رسميا لمنتخب بلد من البلدان ما ينفعش ان يلعب لبلد تانية نهائيا ده بالنسبة لكرة القدم قد يكون فيه استثناءات في رياضات اخرى على حد علم ان فيه العاب تانية ممكن او متاح يعني للعيبيها ان هما يشاركوا هنا ويشاركوا هنا مش ما لي ايدي او من مدى دقة او مدى صحة هذه المعلومة بس تقريبا ده حاصل في بعض الالعاب لكن فيما يتعلق بكرة القدم ما فيش حاجة اسمها كده باي حد من الاحوال تعالوا بقى نروح لحصول مصر على حق استضافة تصفيات المنطقة الخمسة للكرة الطيرة المؤهلة لدورة الالعاب الافريقية اكرة 20-24 وبتستضيف مصر طبعا هذه التصفيات وهي بالمناسبة للرجال والسيدات بتستضيفها بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا وبروندي واوغندا واثيوبيا طبعا الى جانب المنتخب المستضيف اللي هو منتخب مصر على ان تقام التصفيات في الفترة من 22 الى يوم 29 يناير 20-24 والجدير بالذكر يا حضرات ان ستقام دورة الالعاب الافريقية في العاصمة الهانية اكرة في شهر مارس 20-24 تحديدا في الفترة من 8 الى 23 مارس طبعا منتخب مصر لرجال الكرة الطيرة يعني ضمن التقاهل الى اولمبياد باريس 20-24 طبعا يعني بافضلية الكوطة القرية بعد انتهاء التصفيات اللي اقيمت في الفترة الاخيرة في اليابان اكيد احنا بنتمنى لهم كل النجاح وكل التوفيق باذن الله تعالوا بقى نشوف النهاردة درجات الحرارة وسطة الكام في كل المحافظات ونرجع نكبر تفضل بس عندنا موضوعات هنتكلم فيها وملفات هنفتحها بمجرد العودة من هذا الفاصل خليكم مرحبا كل حضراتكم من جديد زملتنا العزيزة منا المنيسي متواجدة حاليا في مقار النادي الاهلي في الجزيرة وجاهزة عشان تعرفنا وتعرف حضراتكم اخر الاخبار واخر المستجدات منا صباح الفل عليك تفضالي احنا نسمعينك صباح الفل عليك يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان يوم جديد من عشرة الصبح في الاهلي اكيد اخبار رياضية اهلوية كمان جديدة كريم خلينا اقولك ان الكل لسه بيعيش فرحة البرونزية وبرونزية المونزيال ولكن ده قدر النادي الاهلي الخروج من بطولة الدخول في بطولة بعدها والنهاردة تحديدا الساعة سبعة مساء مباراة النادي الاهلي مع السيراميكا كيليباترا في كأس السوبر ساعة المباراة تقام على استاد محمد بن زايد في ابو ظبيا بالامارات الساعة سبعة مساء وبالفعل في تجهيزات في النادي شاشات العرض الضخمة بالفعل خلاص جاهزة من قبل ادارة التنفيذية وادارة الخدمات عدد كبير من الكراسي طبعا الكل بيحب ان هو يجي يعيش اجواء هنا خاصة لو يوم اجازة لكن كمان ايام اللي بتوقف نص الاسبوع بيكون في عدد كبير من متابعي ومشاجعي النادي الاهلي وكمان جمهور النادي الاهلي والاعضاء ان هما بيحبوا يتفرجوا هنا على المتشاط مع بعض ويشجعوا فريقا فريق النادي الاهلي بنتمنى له اكيد كل التوفيق مبارح كان اختتم الجهاز الفني للفريق والنادي الاهلي تدريباته استعدادا لمباراة اليوم ابتدى التمرين بمحاضرة نظرية عن كل الامور الفنية والتكتكية اللي هتكون النهاردة او الخططية اللي هتكون موجودة النهاردة في المباراة وكمان كان فيه جانب بدني كبير يعني يركز عليه مستر مرسال كولر مع اللاعبين مبارح خاصة انه الفترة اللي فاتت هنتكلم على حمل بدني كبير انت بتتكلم في تقريبا الفترة ما بين 15-12 حتى يوم الخميس اللي جاي اخر مباراة تبقى 28 ان شاء الله تتكلم على تقريبا 13 يوم لعف يوم النادي الاهلي خمس مباريات كبيرة يعني تقريبا بمعدل كل يومين ونص مباراة فده حمل بدني كبير على اللاعبة لكن الكل بيطالب الجهاز الفني وكل بيطالب اللاعب ان هم يركزوا في مباراة اليوم عشان كمان تبقى من نصيب النادي الاهلي وكاس السوبر يبقى كاس سوبر جديد بيضاف لبطولات النادي الاهلي يعني يمكن الاهلي بيشارك النسخة دي من بطولة كاس السوبر بشكلها الجديد الاهلي بصفته بطل الدوري سيراميكا كيلو باترا بصفته بطل كاس الربطة برامد وصيف الدوري وفيوتشر في المركز الثالث مباراة النهاردة هيسبقها وقبلها تكون مباراة فيوتشر و فيرامد ويوم الخميس اللي جاي ان شاء الله يكون النهائي بين أول وتاني أو بين الاتنين اللي هيكسبوا مباراة تاني النهاردة والاتنين الخسرين هيسبقهم مباراتهم بإذن الله برضو يوم الخميس يعني يمكن كلنا شفنا مبارح قد ايه مستر مارسيل كولر حس بقيمة وقدر جمهور النادي الاهلي وجودهم في الملعب لما قال ان هو بيستنى كل جمهور النادي الاهلي ان هو يبقى موجود في الملعب كله يشجه هو اكيد حاس قد ايه وجود الجمهور بجانب الفريق بيساعد الفريق بشكل كبير جدا ان هو يعمل كل اللي عليه ويبزل قسارة جهده ان هو ان شاء الله يقدر يفوز بالبطولة فبنتمنى لهم اكيد كل التوفيق مباراتهم النهاردة وفي النهائي ان شاء الله يوم الخميس استكمالا لاخبارنا النهاردة ورجال كرة السلة في فترة توقف دلوقتي لمدة شهر يا كريم ولكن بيستمرين بشكل طبيعي في تدريباتهم لكن ما فيش موطشات لمدة الشهر اللي جاي ده بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية اللي هتبتدي ان شاء الله بكرة على استاد القاهرة حتى 3 يناير احنا في مصر منتخبنا الوطني في المجموعة التانية مع الامارات والكويت وتونس والمغرب بكرة هيكون يوم افتتاح البطولة وهيلعب النادي الاهلي مع الامارات الاهلي بيشارك منه ومنتخبنا الوطني يعني واخد من النادي الاهلي خمس تقريبا لعيبة ايهاب امين عمر الجندي عمر طارق كريم حاتم وعمر زهران نتمنى لهم اكيد كل التوفيق في البطولة العربية اما سالة سيدات الاهلي بكرة هتكون اول مواجهة ليهم في الدور التمهيدي من بطولة او من دوري السوبر اللي بيقوم بنظام باستوف سري خليني كريم اشرح لك باستوف سري هو نظام دوري السوبر السنادي الباستوف سري يعني نلعب 3 مطشات مع نفس الفريق لازم نفوز بمطشين من اصل 3 مباريات عشان نتأهل الدور اللي بعده النادي الاهلي هيواجه بكرة نادي الطيران اول مطش هيبقى هنا على صالة الشهداء من مقر رئيس للنادي الاهلي بالجزيرة وتاني مباراة على صالة الطيران والثالث يعني لازم 3 مطشات يكسب منهم نادي الاهلي مباريتين باذن الله نتمنى لهم كل التوفيق اما رجال كرة الطيران فاختتم الدور التمهيدي من بطولة الدوري بالعلامة الكاملة عايز اقول لك انه 10 مطشات قدر النادي الاهلي ان يفوز بال10 مطشات متتالية فاز بهم النادي الاهلي اخر فوز او الفوز العاشر كان بنتيجة 3 صفر على نادي دالفي في ختام المرحلة الاولى ولسه لم يتم تحديد المرحلة التانية بعد اما سيدات اليد كمان متقلقات احييه يعني برضو 10 مطشات متتالية قدر ان هم يفوزوا بعشر مطشات دون اي خسارة اخر نتيجة ليوم او اخر فوز يوم كان امام نادي سبورتينج بنتيجة 25 و21 وقبلها نادي او فوز على نادي يسموحها بنتيجة 31 و22 ضمن 10 جوالات زي ما بقولك يا كريم ادروا ان هم يفوزوا بالتلت او بالعشر مباريات متتالية فمتربعين طبعا على صدارة الترتيب المواجهة المقبلة هتكون يوم الجمعة ان شاء الله امام نادي التيران اما الحقيقة شباب وشبات او ناشئين وناشئات النادي الاهلي عاملين الحقيقة الكام يوم اللي فاتوا دول يعني مطشات فوق الممتاز خلينا اقولك انهم بارح انسات سلة الاهلي 16 سنة توجه ببطولة المنطقة الكاهرة على حساب نادي الجزيرة بنتيجة 57 و54 وعملوا حقيقة متش اكثر من رائع كمان شباب طائرة الاهلي 19 سنة حققوا الفوز على نادي سبورتينج بنتيجة 3 سفر في بطولة الجمهورية كمان في بطولة الجمهورية طائرة الاهلي ناشئات 19 سنة فائزوا على النادي التحاد السكندري بنتيجة 3 سفر ايضا وبرضو في بطولة الجمهورية ناشئات طائرة الاهلي 17 سنة حققوا الفوز على نادي المقولين العرب بنتيجة 3 سفر ضمن منافسات بطولة الجمهورية ومن اخبار نادي الاهلي النهاردة معانا ومن اخبار النادي هو راعي رسمي جديد لمدة 3 سنوات بروميسيون للإطارات إيجبت تعلن شركة الأهلي لكرة القدم عن شراكة استثمارية جديدة مع بروميسيون للإطارات إيجبت الشركة العالمية الوحيدة لتصنيع إطارات النقل الثقيل والأوتوبيسات في مصر لتصبح الراعي الرسمي للنازل أهلي مدة 3 سنوات قادمة خلال تلك الشراكة المسمرة أكيد بيحاول من خلالها بروميسيون إيجبت أنه يطور أو يشجع النازل أهلي ولكل شباب والرياضة أكيد يعني يا كريم دي كانت كل أخبارنا النهاردة من الداخل فرع رئيس للنازل أهلي بالجزيرة وأنا معاك لو فيه أي استفسار تاني تفضل نفيش أي حاجة غير كل الشكر لك كالعادة أنتم مش بتسيبوننا أي فرصة نسأل أو نطرح المزيد من أسئلة تغطية كافية ووافية مشكورك عليها كل الشكر زمنتنا العزيزة من المنيسي تعالوا قنف شوية عند اللي مشرفنا واللي مفرحنا واللي رافع رأيتنا في كل المحافل الدولية طبعا بكلمكم عن النجم المصري محمد صلاح، نجم ليبربول الإنجليزي اللي مفرض مؤخرا بالمركز العاشر في قائمة أفضل هداف الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز طبعا ده حصل بعد ما سجل هدف رائع أمام أرسنل في قمة الجولة الـ 18 لمنافسات مبارايات الدوري الإنجليزي الممتاز بكده بيكون محمد صلاح رفع رصيده لـ 151 هدف في مشواره في الدورة الإنجليزية لينفرد بالمركز العاشر في قائمة الهدفين التاريخيين وتخطى بذلك النجمة السابق مايكل أوين اللي كان مسجد 151 هدف في هذه المسابقة محمد صلاح الحقيقة بيستمر في كل يومه التاني إنه يحطم المزيد من الأرقام القياسية وتحقيق أرقام باسمه ويا له من فخر إحنا هنا ما منتكلم عن محمد صلاح مش منتكلم عن شخص عادي إحنا هنا منتكلم عن نجم استثنائي يكفي إن إحنا نقول إن محمد صلاح حقيقي بيشكل مصدر إلى جالب إن هو مصدر سعادة وفخر دائمين لكن هو كمان مصدر إلهام لناس كتير اللي يتابع قصة محمد صلاح اللي يتفرج على صور محمد صلاح فمراحل عمره المختلفة من أول ما ابتدى لغاية لما انتهى بيه الحال لما انتهى إليه الحال في الفترة الأخيرة لأ قصة نجاح مدوية والنوع ده من النجاحات ما بيجيش بالصدفة ومش بمجرد دعا الوالدين وإن كان دعا الوالدين أكيد ليه مفعول السحر في هذا الإطار لكن وراء شغل وراء اجتهاد وراء إصرار وراء عزيمة وراء قدرة على تخطي كل العقبات أي أن كان شكلها وأي أن كان حجمها ناس كتير قوي لما تفتحت سيرة احتمالية إن محمد صلاح وكلم ده كان من فترة طويلة طبعا ينتقل إلى الدور السعودي عايز أقول لكم زي ما فيه ناس كانت شايفة أن آه والله حلو وفيه أرقام وفيه فلوس وفيه حاجات زي كده الكم الأكبر من الناس على الآل اللي أنا عرفهم الناس اللي اتفتح معاهم الحوار ده ما بيني وما بينهم في أوقات سابقة كلهم تقريبا بدون استثناء كانوا متخوفين لا يوافق وما شايفين إن محمد صلاح في مكانه ده هو في الوضع الأمثل على الإطلاق على الإطلاق ولازم ولابد وأن يستمر في تحتيم الأرقام القياسية والحقيقة محمد صلاح ما كدبش ظنهم أبدا وما خيبش يعني أملهم واستمر في تحتيم الأرقام القياسية وبنتمنى له تحتيم المزيد والمزيد لأن مع كل رقم قياسي بيتحطم اسمه بيكتب وبتدعم وبترسخ أكتر بيه حروف من نور وفخر العرب دي مش عبارة فيها أي مبالغة في أي حال من الأحوال لما بنتكلم أو لما بنوصف بيها محمد صلاح تعالوا بقى متعرف دلوقتي على أرقام وعلى إنجازات بيب جورديولا نجم التدريب المدير الفني المانشست سيتي خصوصا بعد التتويج الأخير بكأس العالم للأندية هنتابع معاكم ونطلع بعدها فاصل ونرجع بقى نستقبل أولى فقراتنا الحوارية فضل عودة من جديد لعشر الصفح في الأهلي أهلا من كل حضراتكم مرة تانية طبعا إحنا النهاردة يعني هنبتدي تحدي جديد في بطولة جديدة عندنا مطش في المنطقة الأهمية للنادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا طبعا في كأس السوفر المصري عندنا بالتالي كلام كتير هنحب نتكلم فيه مع ضيفي العزيزة اللي منورني ومشرفني بحلقاتنا النهاردة الكابتن الكبير كابتن فتحي نصير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وأيضا المحاضر بالاتحادين الدولي والإفريقي يا صباح الفول على حضرتك صباح الخير منور الدنيا كلها ده نورك أنت إيه الألوان الحلوة دي يا كابتن فتحي لا مع الكرفات تفتحي بعض بعدكم يا فتحي مسألش حضرتك عن رؤيتك لمشوار الأهلي في النسخة الأخيرة من البطولة دي النسخة الأخيرة من بطولة كاس العالم كاس العالم للعندية أقدر أقول عنوانها الرئيسي الأهلي ظلم في مباراة قبل النهائي ظلم ظلم مبين من التحكيم لأن كان يستحق أن يوصل لبنائي طبعا بأداءه طبعا ولكن قرات الحكام مش هنقدر نتكلم فيها ما يحسب لك ضرب الجزاء عليك طبعا وما يحسب لكش ضرب الجزاء طبعا فالحاجات دي التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتفرق طبعا وهي اللي فرقت بالفعل وبعدين هي جات في توقيت أنت مفروض حتركب في المباراة بمعنى إيه أنت الفرقة دي لأن أمرها متقدم أو سنها كبير فما كانتش حتيجي هي جات نزلت الشوت تاني رياحة الربع ساعة هتنزل تلعب الربع ساعة اللي هم بتقول راحة هخدوا استرخاء آخر نص ساعة ما كانتش حذرة تمشي في التوقيت ده ضرب الجزاء عليه قرات ضربة الجزاء إدتهم الدوافع أنهم يكملوا الآخر ماتش طبعا وأثرت علينا بالسلب في انخفاض المعنويات لأن انت كنت قابقة وصينة أو أدنى من القمة وصولنا وده اللي كنا متعاشرين فيه وبالذات في النسخة دي لأن دي آخر نسخة بوضعها الحالي بعد كده بقى الوضع حيتغير تماما وعدد الفرق حيتغير تماما ونوعية المنافسين حيتغير تماما بالزبط بس يعني أنا بقولك التحكيم كان لدور لأن احنا وصلنا كتير وكان ممكن بالإضافة إلى سوء إنهاء الهجمات كان يأثر حتى لو حكا ما حسب علينا ضرب الجزاء وكده كان ممكن نجيب أهداف ولو جبنا هنكسب برضو كانت عندنا اللاك أو الضعف في استغلال الفرص اللي جات لندل الأهل لكن في النهاية هو ختمها كويس برضو يعني أن دل الأهل ختم بالمباراة الأخيرة دي بأهداف كس عالم هو بيسجل أهداف في مباراة عادية لكن بيسجل وبأيه لك أنه راح للمباراة وركز جبنا هدفين حصل شيء من الاسترخاء والفرح إن احنا خلاص وصلنا وإن احنا خلاص بقنا التالت جابوا هدفين في النهاية رجعنا تاني للوضعنا وأصلاً هو النادي الأهلي وروح النادي الأهلي إنها تكسب نكسب مباراة 4 أو 2 كتير من الجماهير بتتعامل مع مشاركة النادي الأهلي بكاس السوفر من منطلق إنه في طريق رجوعكم السعودية مروراً بابوظبي هتولنا معاكم الكاس السوفر هتولنا كاس السوفر إلى أي درجة شايفت الموضوع ممكن فعلاً ينتهي بهذا الشكل هو نقطة مشكلة النادي الأهلي والناس دي ممكن كتير من السادة المشاهدين أو المسئولين أو المثقفين لو يعرفوا إن أصعب فرقة أو أصعب فترة بتمر بيها النادي الأهلي هي فترة توالي البطولات المختلفة مش توالي المباريات في حاجة واحدة يعني لو توالي المباريات في هدف واحد خلاص لكن أنت الوقت بتحضر لعبتك لدوافع كاس السوفر الأولين اللي خسرناه من في افتساحة بطولة اللي هو كان كاس السوفر الأفريقي ثم البطولة بتاعة دوري الأفرق السوفر اللي برضو خسرناه دي عايزة دوافع يعني المدرب بيحضر لدوافع السوفر ثم يحضر البطولة تاني ثم يحضر مش بدني ولا فني ولا مهاري كل ده عادي ما هتقول لك ما اللاعبة هم هم وبيجروا هم لا في حاجة اسمها الجهاز العصبي اللي بيحرك عضرات اللاعبة واللي بيحرك تحركاتهم واللي بيديهم التركيز ينفذوا واجبات المدرب اللي بيقوله لهم فانت بتخلط جهاز العصبي ده برضو ده يعني احنا بشر ده الكمبيوتر نفسه ساعات بيهنج طعا فموقعك أكيد أكيد بيهنج لأن دوافعك مختلفة كل بطولة لها دوافع هو جاي دلوقتي ماشي السوفر ما بينه وما بين كاس العالم ما بتلحقش تفرح هي كل بطولة كيف تفتح إليها دوافع ولا فيه دافع واحد هو اللي دايما موجود مع كل بطولة اللي هو دافع الحصول على لقبها دافع الحصول على لقبها ده الطريقة على حصول لقب في بطولة السوفر الفريقي غير الدوري غير كاس العالم لأن الفرق اللي قدامك مختلفة وبالتالي انت تدافع واحد أي فرقة أي مباراة لا دافع انك تكسب بس الطريقة انك تكسب بيها الفرقة دي غير الفرقة دي غير الفرقة دي والجو ده غير الجو ده غير جو ده طريقة لعب الفرقة دي غير طريقة لعب كده انت بتلعب مثلا بتلعب أمريكا اللتانية بتلعب آسيا بيتلاعب مثلا الياباني للاتحاد قبل كده افريقيا شمال افريقيا وبعدين بتلاعب ساوس افريكا في ماملود سندوز المبرايب بتاعتنا الفرق طالما اختلفت مهدفها واحد اختلفت يبقى انا لازم حضر ضوافع بطريقة صح عشان اوصل للهدف بتاعي طيب الناس اللي ممكن تبقى شايفة ان في بطولة او في كاس السوبر المصري كده كده انت هتلاعب فرق لو قارنتها وقارنت مستوها وحجم الثقل بتاعها بالمقرب البلتقايل اللي انت لعبتهم مثلا في كاس العالم اللي اندية في النسخة الاخيرة فيه فروقات كبيرة جدا الكلام ده او التفكير ده صح ولا ما فيش حاجة اسمها كده لا لا التفكير ده صح مليون في المية واقول حاجة ان الفرق كاس العالم انت شفت فرقة النادي الاهلي قبل ما تسافر محدش متوقع البقى داها لما نهينا مع الجونة ونهينا معه والتعادل اتفجئنا في موتش الاتحاد جدا وبعدين تروح لأ 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 الدوافع حينك فيه حاجة اسمها كريم الطاقة المكنونة داخل اللاعبين داخل كل لاعب فينا اللا الطاقة المكنونة دي ما بتطلعش من المدرب ما يقولهاش ولا التدريب يقولها لكن دافع المورا نفسها هو الخصب هو اللي بتطلع عند كل لاعب طاقة انت ما تقدرش تسيطر عليها لكن هي بتيجي دايما بالإيجاب فدي اللي خلت شكل فرقة النادي الاهلي يوم متش الاتحاد بالشكل اللي احنا شفناه حقول لو النادي الاهلي لعب مبارياته في الدوري بمستوى فرق متش الاتحاد او الماتش الاخير الياباني او كده او حتى متش البرزيل لو لعبنا بهذا المستوى الدوري المصري بالنسبة له هيبقى المسافة بعيدة قوي بينه و بين بقية الفرق فاحنا جينا على فرق دلوقات هي بتاعتنا بتاعة دوري المصري أخاف بقى أن الفرق بدل إحنا ما نشدها الفوق وهم يشدونها للتحدي مش ده حصل قبل كده كذا مرة إبابا الأهلي وتحديدا بعد العودة من مشاركاته المونديالية بتلاقي مولعين الدنيا في ماتشاط قدام فرق كبيرة جدا وعالمية جدا ونيجي بعد منها على طول مع فرق محلية من بتاعتنا اللي هي المفروض أن هي على قد الإيد وتلاقي الوضع مختلف تماما لأن هم حيلعبوا هم دلوقتي هي الطاقة المكنولة دي اللي طلعت هناك مش هتقدر تطلع هنا لأنه هو حيلعب لعب حاسس أنه هو قده أو يمكن يحسن منه شوي طبس عنده نفس الحافز بتاعه أنه عايز يحصل على لقب البطولة اللقب ما هو ده انتفقنا عليه واحد الفرق اللي قدامك بقى طريقة لعبها الطاقة المكنولة هتطلع لها لكن مش هتطلع لك أنت هيبقى كلهم بيتنططوا قدامك كلهم عاوزين تالك كاس العالم عاوزين بطل إفريقيا فدي دوافع عندهم عالية جدا جدا كل فرق هتلعب قصادك كده كل فرق هتلعب قدامك متكتلة دفاعيا عشان ما يخشش فيها أهداف عشان تطول عمر المباراة في المقابل بقى إحنا دورنا إيه في الحالة دي دورنا هو دورنا إعداد المدرب للفرقة قبل المباراة زي ما هو عبد فرقتنا قبل ماتش الاتحاد إعداد مثالي إعداد مثالي إن خلت شكل الفرقة واللعبين لأن الإعداد النفسي مهم جدا هنا برضو عاوز إعداد نفسي وعايزة تغيير بعض اللاعب اللي لعبوا في كاس العالم عشان اللي ما لعبش ده عنده دوافع تانية غير دافع المباراة يثبت نفسه ذاته إن أنا ما لعبتش في كاس العالم كان يقتنق حق فهتدينه دافع إن هو يؤدي يعني كل لاعب حينزل جديد لمصلحته مصلحته نادي الأهلي ومصلحته هو كمان فهيرتفع رتم المباراة معه المباراة كل الفرق اللي هتلعبه نادي الأهلي في السوبر هتلعبه بقوة وحتلعبه بندية وحتلعبه بحماس وحيبه فرحنين أنا حلعب ضد الراجل مثلا اللي هو قاب بنزينة أنا حلعب ضد الراجل اللي جاب صد جولف من بنزين يعني دوافع تانية كتير بتاعت الفرق دي إحنا مفروض الإعداد النفسي لنا ويجهز لنا نفسنا ويفصل بين دلوقتي وكاس العالم والتلب بطولات إحنا لعبنا تلب بطولات السنة دي فالتلب بطولات لم نوافق فيه يعني وفقنا يعني إيه للأسباب اللي أنا قلتها لكن إنك تطلع تالت طبعا حك ويسا يعني تالت كأس العالم كل قرات العالم كل أندية العالم كل الأندية اللي بتلعب على مستوى العالم أنت دلوقتي طلعت التالت بتاحه يبقى أنت في منزلة كبيرة قوي مفروض إن أنا هنا أعدهم الإعداد النفسي اللي يقدر يتعامل مع اللعب المصر اللي بيتكلم كلامه اللي بيشتغل بلغته وبيقدي أداءه وحافظ لعبتنا وعايش عاشتنا لكن إحنا خضرين إن شاء الله بإذن الله نكتسب من هذه البطولة الدافع يستمر معنا الخبرة موجودة لكن تستمر معنا وما نبصش إن أنا بلعب مع السراميكا السراميكا بتاعة مصر أنا بلعب مع 11 فريق لأن أنا عايز بطولة البطولة دي ما تفرقش مين إن أنا بلعبت ضده وزي ما بقول تاني تغيير اللعبين جدا مهم 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 لأنهم حينزلوا مش مشبعين لأ عندهم دوافع تانية لذاتهم إن هم ما لعبوش في كاس العالم وبالتالي عايزين يثبتوا لذاتهم والمدربينهم والجمهورهم وإقدرتهم إن إحنا كنا أحق إن إحنا نلعب فبالتالي حيبقى دفاحهم أكتر طيب في أصوات بتتعالى كل فترة والتانية بتطالب النادي الأهلي بجلب مهاجم صريح وفي المقابل في وجهة نظر تانية بتقولك إن أنت عندك أسماء لعيبة في النادي الأهلي حتى وإن كانوا في مراكز مختلفة لكن كل واحد منهم على حدة يستطيع أن يكون قائما بأعمال المهاجم لحين جلب مهاجم وفي بعض الأحيان حتى بتبقى مرجعية إهضار الفرص من وجهة نظر البعض إلى جانب غياب التوفيق أحيانا وعدم التركيز أحيانا هو عدم وجود مهاجم صريح رؤيتك إيه للتفصيلة ده؟ الكلام ده كان صحيح مئة في المئة إحنا لما لعبنا مع البرازيل فده الفرق بين الدور المصري والدور البرازيلي لأن الدور البرازيلي مستوى يقولك والدور المصري هو الفرقتين ولما بيخش فيك جلب يتأثر إزاي؟ الدور البرازيلي عالي جدا وبعدين برازيلي لا ده دور أمريكا الجنوبية كلها ده هم بطل أمريكا الجنوبية معنى أننا نكون بطل أمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية، أرجنتين، برازيل، كولومبيا، باراجواي، أورجواي كل الفرق دي كلها أنت البطل بتاعهم فمستوى الكرة هناك ومستوى الدور هناك بيدل على أنه أعلم أننا هنا في الدور المصري وبالتالي أنت حتلع بقى في الدور المصري مصري مع مصري مشكلتنا ولازالت وبقول إن شاء الله هي ده حيكون هدف النادي الأهلي وأنا بقول أن يعني كابت محمود خطيب رئيس النادي الأهلي ومجموعة مجلس الإدارة والمسؤولين عن الكرة قادرين قادرين على أنهم فعلا ناجد ضلتنا في رأس حربة هداف اللي هو بيستغل مش الفرص أنصاف وأربع الفرص لو ده موجود عندنا في المباراة في ماتش الفرد برازيل كنا نحن زمان كسبنا هذه المباراة لو هو موجود عندنا في ماتشات تانية كتير في إفريقيا كنا كسبنا المباراة من أول ماتش السوبر كنا كسبنا المباراة أرجو أنهم ينظروا حتى لو الهداف غالي ولعيب غالي قوي لأنه لعيب الكرة كل واحد له موصفاته وكل واحد له تخصصات الهداف هتلاقيه غالي ليه؟ لأنه عملة ندرة اللي هو عنده قمة في التركيز على الذكر قمة في المهار بغض النظر الكتدرة ولا أبس عنصر العملة ده مع مرضو ممكن يبقى عمل مشكلة للإدارة في الفرق أنا هنا مش بتكلم على النادي الأهلي أنا بتكلم على أي فريق الوده يجيب مثلا بغض النظر مهاجم ولا غير مهاجم بس لعب على مستوى عالي جدا هيدفع فيه أرقام بالعملة الصعبة ما ممكن تبقى العملة الصعبة دي في حد ذاتها مش متوفرة في النادي أو بيتم توجيهها لرياضات أخرى داخل النادي يعني الموضوع بكعب شوية علم الناس متخيلة دلوقتي اتحلت الموضوع ده هتقولي إزاي اتحلت يعني اتحلت ايه العملة بطولات كرة القدم دلوقتي وبطولات النادي الأهلي اللي حيشارك فيها جوازها عالية قوي يعني انت كسر العالم حتشارك في خمسة عشرين إلي يقال إن خمسين مليون يورو للفريق اللي حيشارك بس مش اللي حيخ بطولة إلي يقال اللي حيخدها هيخد بقولك إلي يقال لأن فيها عليها هتقعد شهر البطولة دي واتقعد فقط طويلة والنادي الأهلي والنادي الوداد حيشاركوا لسه فيه فرقة انتهي بس الأهلي خلاص أكيم شارك لأنه حصر على كل بطولات إحنا لو إحنا فكرنا بطريقة تانية بقى ماتش السوبر الأولاني خسرناه فما خدش مكافئة البطل ماتش البطولة الأندية التانية اللي هو الدول السوبر برضو ما كمناش فيه طيب ده كله زائد ماتش كس العالم هنا لو إحنا الماتش ده كنا قدرنا نجيب فيه جوال وكده وطلعنا للمركز تاني مش هقول رابح مش هقول التالت أو أول أو كده لو طلعنا على التاني المكافئات دي كلها كنت أنا جيبتي بها لعب وحيزيد وحيبقى ببلش معها دلوقتي يعني لأننا داخل ما بصش بمنظار ضعيف إن أنا بألعب في الدور المصري الدور المصري ممكن أكمل بالمصريين ممكن أكمل بقى أي حد لكن لو أنا دخلت في المحاك التاني ده ده المحاك أعايز واحد غالي قوي وأنا هعوض فلوسه لأنه هو كل مباراة حيلعبها هتجيب لي فلوس هتغطي لي المصري بتاعته هتجيب منين ضحيح لازم النظر النجل أهلي ما بقاش محلي أنت هتلب على المستوى الدولي كميل قبل بقى مندخل مع حضرتك في أجواء ماتش النهاردة هستأذلك بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام بجدد التحية لكل حضرتكم وأكيد بجدد الترحيب بضيف العزيز اللي بنورني في حلقتنا النهاردة كابتن فتحين وصير واللي عايزين ندخل معاه بقى في أجواء ماتش النهاردة ونعرف توقعاته لإدارة هذه المباراة فنيا الأمور ممكن تمشي إزاي التشكيل المتوقع للنادي الأهلي هل نفس اللي انتهينا به هنبدأ به يعني العيبة اللي شاركه في آخر لقاء للأهلي أمامه روى الياباني متوقع نويلعب كاملا زي ما هو ولا الطبيعي والمنطقي نبقى فيه شوية تغييرات على الآلف ثلاثة أربعة منهم لا هو الطبيعي أنه هيغير لا يمكن حيلعب بنفس الفريق وخصوصا كولر أول مرة يلعب بطولة بسكواد الـ 11 اللي بيبدأ بيهم ثلاث مباراة واحد باستثناء كوكوف ماتش ومعهم أكرم طوفي ده مكان دهلي والباقي كله كان مسبته التثبيت ده كويس لأن السبات بيدي قوة بيدي اتنان بيدي التزام لكن الناحي اللي بقولك عليها دي الدوافع بقى الوقت يعني هم حسوا انهم عملوا يعني شاركنا في كاسعالم وجبنا تالت وجبنا فضية وكده وطلعنا على المنصة الدوافع دي خلاص قدت للعيبة جزء من الفرحة والشيء من استرخاء أو ما فيش استرخاء لكن شيء من استرخاء فهم بالحالة دي أنا قلت لازم يغير شوي وحيغير هو أكيد بعض يعني لازم حيغير بعض اللعيبة عشان ينزل يكسب دوافعهم الجديدة اللي أنا بقول عليها أن اللعيبة لم تشارك أو تشارك في أنصف الشوط أو في دقائك عاوز تديهم من الأول فدي تدي دوافع تانية ودي ميزة البطل البطل اللي عنده مدلاء كتير وعنده لعيبة كتير يقدر يغير ويقدر يشكل فيهم وإن شاء الله حيحضر وبقى عنده لسه إن شاء الله يكسب يبقى عنده ماتش يوم الخميس وآخر ماتش لعب الجمعة يبقى على الأقل اللعيبة بقى كلها قدامه هتبقى الحمل واحد كلهم ويقدر يختار فرقة كويسة قوي تلعب له في مباراة يوم الخميس لكن أنا واثق إن شاء الله أن الفرقة هتنزل برضو بنفس الروح بنفس الضغط بنفس الحماس بس بنفس الثقة والهدوء اللي هو يقدر يوصلهم لنهاية المباراة أمال إيه اللي لازم ما يبقاش نفس اللي احنا شفناه في الفترة الأخيرة إيه اللي لازم يتغير في البطولة دي عن اللي احنا تبعناه أو شفناه أو حضرناه في مشاركتنا المونديالية الأخيرة لا الفرق فرق جبي الجمهور واحد الجمهور في المملكة كان جمهور للأهلي كبير قوي وبرضو النهاردة هتلاقي جمهور النادي الأهلي مالي كل مدرجات ده وضع طبيعي فالجمهور حتى كولر في المؤتمر الصحفي بقوله أنا عايز أشوف الجمهور لأنه حسب الجمهور بيأثر قد إيه في الفرقة وبيحركهم وبيخليهم يتحركوا هو نفسه الحقيقة في نهايات كل المباراة اللي كانت بيبقى دايما الحريص ده يربع العالم ويروح لجمهور ويروح لجمهور لأنه هو فرحان لما شافش كده كل ما يروح بلد يلاقي جمهور الأهلي والأهلي هنا ولا هنا ولا هنا فطبعا فهو حيروح إن شاء الله بإذن الله حتة الجمهور دي موجودة والملعب بساط يعني الحمد لله تمام من الملاعب المتميزة جدا واللي هو ملعب أستاذ محمد بن زاين بالمناسبة الأستاذ ده يمكن أنا أول واحد حط فيه النجيلة بتاعته وزراحته الله وحضرناه كلام ده سنة أربعة وسبعين أول ما كنت أنا هناك لفترة كده يعني عد السنة وأنا كنت في الأهلي وروح فالملعب ده هو أستاذ محمد بن زاين اللي هو أستاذ نادي الجزيرة هاي الوديش آه فلما جابونا كان الشيخ زيادة اللي أرحمه جاب لنا الاختار كان فيه الأندية هناك تارت الأندية فالدوم قطع أرض لأنه كنا بنلعب في أرض طرابية كده هناك وبتاع فجينا نخطط فجابوا المهندس وكده فأنا بقول لهم هنا حنحط ملعب كرة القدم فقعدين المناسبة يعني أحد الشيخ قعدين قال لي كيف يا كابتن أنت عشان بتاع الكرة هتحط الملعب لنمرة واحد خالي هتحط الصلاة هو بتاع كرة يد آه قلتقول لا الملعب المفتوحة تتحط الأول لأن فيه اتجاه شمس واتجاه هوى واتجاه ريح واتجاهات دي ما يبقاش المأسورة الشمس في عينيك ما يبقاش حرس المرمى الشمس في عينيك فبالتالي يبقى الاتجاه بعد كده لما نبني الملعب الصلاة المغلقة مش هتتقصل لأنها شمس ولا لها حطاة بأي وضع صحيح فطبعا اختنع ملطوط جدا آه ملطوط جدا فده الملعب الحمد لله ولأذكريات كبيرة هناك في المجمع والناس هناك كانوا أعملونا برنامج مخصوص بداية للنادي جزيرة وجدت قناة أبوظابي هنا سجلت على تاريخ فتح نصير مع نادي جزيرة اللي هو عليه أستاذ محمد بن زاد اللي هتعمل مش لتخير اللي هتك بتقوله أنا هتعمل معاه أنا هتبره هو مش لتخير إن شاء الله خير بإذن الله فالنادي طبعا هناك من الأندية المتميزة وملعبه كويس الأداء بقى اللي هو هيقدي اللعبة دوافعهم إن احنا عايزين السوبر نشيل كاز بقى مش نشيل مدالية فأيا كانت وده أول نظام لها يتعمل فيه أربع عنديها فدي بتبقى برضو دوافع تانية إن في أول بطولة تقام بأربع عنديها السوبر يبقى النادي الأهلي صاحب هذه البطولة هو بالمناسبة ممكن البعض يتساءل طب وإحنا ليه البطولات اللي من النوع ده وخصوصاً إن كل المشاركين فيها مصريين ليه بتتعب خارج مصر العالم دلوقتي كده بيعمل يعني أسبانيا بتروح تلعب في السعودية إيطاليا بتروح تلعب في قطر الفرق دي لما بتلعب وبعدين هو بيبقى لها غير كده تسويقي وعرض البضاء بتاعتنا وعرض الإمكانياتنا والتعاون بين الدولتين بين مصر والإمارات الدعاون بين مجلس أبوزابي الرياضي واللي هو مسؤول عن هذه البطولة والاتحاد المصري خلط القدم والبطولات اللي هنا دي طبعاً بيبقى فيها تسوقياً أكتر هنا ما تقدرش تعمل مدرج يتميلي فيه ستين ألف سبعين ألف إحنا ما بنعملش للوقت لكن لما تروح هناك بتقدر إذا وتغيير تغيير لأن الإستاذ عندنا مال لأ وأنت ما بيسمحلكش إنك إنت تملى الإستاذ مئة ألف يعني الظروف عندنا للوقت ما بتساعدش إن إحنا نلعب بالكسافة كلها إلا زكاة فرقة أجنبية وإحنا فرقة مصريب وإذا كده البطأ لآخر كم يوم يبقى فيه كلام جديد عن متحور جديد يعني ربنا يسطر وليس يبقى أجرأه أو يعني عواقف هذا الأمر إيه لا ربنا يسطر وبعدين أنا عشان كده بقول لأراك إن إحنا هناك في المرة بيبقى غير إنها تغيير للعيبة أو الأجهزة أو الحكام وكده لها المرضود المادي كويس يعني التسويق أهم حاجة في كرة القدم دلوقتي التسويق والتسويق الصح فبيقدر فطبعا لها جانب تسويقي بيبقى له دور كبير أو إنهم يكونوا موجودين هناك نقاط القوة اللي عند سيراميكا كليوباترا واللي لازم نحسن التعامل معها وفي نفس الوقت النقاط الضعف اللي عندهم واللي لازم إحنا بدورنا نستغل لها إيه؟ أقول لحضرتك نقاط السيراميكا أي فريق أي فريق في الثلاث فرق نعتبر إن الـ 11 لعب هم 11 قوة قدامي ما حددش لعب أو اتنين ما حددش مجموعات ما حددش طرق لعب أنا رايح وفيه تلت فرق مفروض حتنافس معهم تقول لي إذا أنت هتلعب مكش واحد أيما أنا هلعب مكش واحد وبعد كده هلعب فرق من الـ 2 تانين مصبوط يعني أي فرق من التلاتة فرقتين بلعبهم ده حق مشروع لهم إنهم يلعبوا وأنا ما بصش هم إيه أنا بلعب عشان إن أنا أفوز بالتالي إحنا حفظانهم زي ما مدرب كان حافظ تحاد جدة حافظ البرازيل حافظ الفرق اللي قدامه وعمل طرق اللابة بتاعته عليه هنا برضو أحن اللعب أنا لا أستعين وأقولش أي مبارة سهلة مفيش حاجة ما مبارة سهلة مفيش أقول أنا أسلانا معلش حلعب إسراميكا أسلانا مش عارف حلعب لأ أي فرق أبلعبها أنا بلعب فريق قوي شارك معايا في المنافسة ولو حق مشروع في أن يصل المنص فدي دي دي تقول لي طيب توقع مين الفرق أو التشكيل كده عمري ما بحط نفسي أو مش رحط نفسي بنصح إنه ما حد إش يتوقع فريته لأن اللي عارف الفرقة هو أحباس المدرب هو اللي عارف فرقته عارف ده نام عارف ده منامش عارف ده متعور عارف ده مزاجه عارف ده حيربطهم مع بعض إزاي عارف إينا إيه فهو اللي حافظ كل فرقة لو أنا تحطيت مكانه أو هو يقول لي إيه اللي هو شايفه حقوله الفرقة إيه بس حضرك سيد العارفين أكتباني إحنا في مصر عندنا إحنا 104 مليون مدرب و 104 مليون محل الرياضي آيوة ده اللي حصل عشان كده أنا بنصحهم إنه ما نجيش ناحية تشكيل الفريق أو التغيير يقول لك ليه غير فلان مكان فلان وده كان بيتكرر كتير في الفترة الأخيرة يعني فيه ناحية كتير من المهور كان عندهم دايما تحفظات على التغيير نوعيته وتوقيته ما هو أنت ما تعرفش هو غير ليه أما يطلع يقول لي بعد المباراة أنا غيرته فلان عشان ده بدل ده عشان كذا أنا هنا أقدر حلي لأقول له لأ أنت كان مفروض لكن أنا ما عرفش هو غير ليه أثناء المباراة هل هو غير لأن اللعب ده مصاب هل هو غير لأن اللعب ده مش مرتبط خططيا مع الفرقة هل أغير عشان قدامه خصم لازم أن أنا ألاعب ده هنا إيه وكده التغييرات دي المدرب بس هو في الملعب هو اللي حاسس بإيه اللي هو ممكن يعمله فأخر ماتش اللي كنت في كاس العالم لما نزل في الآخر رم ربيعة طب هو نزلوا ليه رم ربيعة وانتم هاجموا كده لأن شاف أن الفرقة بدأت تلعب الكورة العالية في منطقة الجزاء فهو عايز المنطقة دي دايماً الكورة ما تبقاش في الأرض دايماً في الهوى ترجع في الهوى فعايز شوية أطوال في الملعب فبيئيز مين الأطوال اللي عندي بيلعب بدماجه وليه وراء عندي عبد المنعم وعندي ياسر وعندي مين يبقى لازم أنزل ربيعة على أساس شوية أطوال في الملعب أنا بقسها كده كم لعب في أطوال كم لعب في السرعات كده الحاجات دي هو بيفكر المدرد بيفكر بعد ما يقول لنا غارت اللي هي ممكن أنتقد لكن ما انتقدش قبل المباراة ولا أثناء المباراة وعادة بعد المباراة المدير الفاني ما بيحتاجش أنه يبرر عادة يعني بق يعني أنت أعلى طول وبتكسب خلاص الناس بش هتقول أنت أعملت لكن لكن برضو يقول يعني يقولوا ليه غارت في لما كان في الرغم ده كان كويس أيوة لأن أنا لقيت نسبة الأطوال عندي قليلة فأنا عايز أزود الأطوال في قسط بالعبي فحطيت رم ربيعة وشلت ده لأن ده مثلا أصير هنا مش حيفدني في الفترة دي آخر عشر ده أعايز الناس الأطوال الكتير هتلعب بدمخة طب ما بدأتش به ليه لأن أنا في الأول أنا عايز ألعب عشان أجيب جوان فدلوقتي وصلت الجولة التالت كانت نتيجة ثلاثة أتنين قبل ما يجل الرابع فإذا عايز أحافظ ناحية الدفاعية أبقى ملتزم بيها والثلاثة دي أنا يعني مقتنع لكن ممكن أجيب الرابع لكن ما يخش في أهداف لأن طريقة لعبهم أنه بيلعبوا علي ففي تغييرات إحنا نقراها كده من بعيد ونشوفها من أولها كابتن أيمان الرمادي في جزء من تصريحاته اللي صرح بيها في المؤتمر صحفي مبارح من ضمن الكلام اللي قال وقال ما معناه أن الفروقات بين لعيبة سيراميكا كليباترا ولعيبة النادي الأهلي متناهية الصغر أنا عايز أعرف رؤية حضرتك لهذه المقولة هو عايز يرفع من معنويات فرقته طبعا أيمان الراضي عاش فترة طويلة في الإمارات وجو الإمارات وبيتكلم على أن هو هناك يعني عايشه وجو عارف الناس إيه لكن لما يقول متناهية الصغر دي يعني نقدر نقول مش عايز يقول أن أنا فرقتي زي النادي الأهلي فبيقول متناهية الصغر فطبعا هو بيقولها بأسلوب حضاري و بأسلوب راقي أنه لازم يقول كده بالتالي هو رفع من معنويات فرقته ما حسسهمش أنهم أغزام أو هم صغيرين أو هم خبراتهم قليلة يعني فرقة جاء من كاس عالم مع فرقة بقى لعشرة يم ما بتلعبش هم الموت بتاعهم والرتم بتاعهم عالي جدا دلوقتي والهارموني بتاعهم عالي جدا من كاس عالم وإنت جاي من عشر تيام راح فإذا هم جايين من المعركة والخبرات والدوافع والكلام ده كده فلازم حتقول إنها متنهة الصغر عشان تحسس إن فرقتك قوية وإحنا ما فيش فرق بيننا وبينهم وإحنا هنقدر نعمل هو النوع ده من الكلام أنا حتى نفسي قلت كده في مقدمة الحلقة النهار ده أنا بتكلم بالتفصيل هدي بقول إن ده حق مشروع لأي مدير فني في مؤتمر صحفي إن هو بطبيعة الحال عايز يحث لعيبته على إنهم يبذلوا أقصى ما عندهم عايز يحسسهم إن أنتم ما تقلوش عن المنافس أي أن كان من المنافس إلى آخره لكن في بعض الأحيان في بقى فيه تصريحات معينة كفيرة بين هي تصير حفيزة حتى اللعيبة نفسها مش هقول لك الجمهور ورجوض الأفعال لا ما هو لا ما هو زكي ما هم قالش أنا زي زيهم يبقى اللعبة هتحس بقى يقول لك لا متنهية الصغر يعني قد إيه متنهية متنهية الصغر قد كده ولا قد كده ولا قد كده إذن في فرقات يعني إذن بيعترف إن فيه فرق بس الفرق ده قد إيه اللي حيتحكم فيه أداء اللعبة في الملعب صحيح هم اللي يخلوا الفرق ده كبير أو حيخلوا الفرق ده صغير أو مفيش فرق خالص على حسب أداء اللعبين الفرقتين داخل الملعب إحنا إن شاء الله متعشمين ومتوقعين بإذن الله إن إحنا لما نتابع ماتش النهاردة سنجد مياه صرنا إن شاء الله وإن شاء الله يعني يرجع النادي الأهلي ببطولة جديدة بطولة مهمة جديدة يعني بالنسبة لجمهور النادي الأهلي اللي لما الأهلي بيشارك في أي بطولة بالنسبة له مركز التاني زي وزي الرابع زي السادس إذا ما خدناش البطولة الظبط الناس بتتعكن إن شاء الله تبقى الناس مرضية مع نهاية البطولة إن شاء الله أنا بشكرك كنتم فتح على وجودك معنا النهاردة نورتين شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا على خير إن شاء الله طفيل طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بقى نكمل الكلام ودلوقتي حضرات جي معادنا مع فقرة الألعاب الأخرى وحنكمل كلامنا عن حصاد بطولات النادي الأهلي في العام اللي بيوشك على الانتهاء عشرين تلاتة وعشرين في كل الألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم خلوه الرحب بضيفي العزيز اللي بنورني في حلقتنا النهاردة أحمد رشاد الناقد الرياضي يا صباح الفل عليك يا رشاد صباح الخير يا سكريم وربنا يخليك يا رب صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان صباح الفل عليك وسعيد إن أنا موجود معك حبيبي أنت متنورنا دايما بص الفقرة فقرتك يا أكسلانس عيش تحب نبتدي من فين احنا ممكن نبتدي بقى بالسلة يعني بقطاع السلة لأن قطاع السلة في النادي الأهلي بحق نجحت كبيرة جدا خلال عشرين تلاتة وعشرين لكن خليني بس أبدأ بطبعا أبارك للنادي الأهلي بالبرونزية الرابعة في تاريخه مليون مبروك للنادي الأهلي وكمان طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مباراة طبعا النهاردة أمام سراميكا كيلو بات نروح بقى لقطاع السلة قطاع السلة في النادي الأهلي بيحق نجحت كبيرة جدا المسم ده سواء على صعيد طبعا الرجال أو للسيدات النادي الأهلي في عشرين تلاتة وعشرين لو اتكلمنا عن إنجازاته مش هنعرف طبعا يعني عايز حلقات لكن خلينا بطولات عشرين تلاتة وعشرين سواء في كرة السلة رجال النادي الأهلي محق خمس بطولات في عشرين تلاتة وعشرين محق طبعا نبتديها كده كاس مصر دور السوبر بطولة أفريقيا السوبر المصري على حساب نادي الزمالك وأخيرا دور المرتبط اللي كانت طبعا بطولة مهمة جدا وبطولة قوية جدا لأن انت قابلت فيه ربع نهائي نادي الزمالك وقابلت فيه طبعا نصف النهائي نادي الاتحاد وقدرت الحمد لله بنا يكرمك وتكسب المفريتين وقدرت ان انت تحقق البطولة فالنادي الأهل محقق خمس بطولات معها طبعا بقيادة طبعا الأسباني أجوستي اللي محقق نجحات مع النادي الأهلي حتى هذه اللحظة نجحات كبيرة جدا دايما يتقال مقترن بالإشادة صحيح لأن أجوستي من ساعة ما تم التعاقد معه داخل النادي الأهلي وهو محقق نجحات بالفعل ادى روح يعني احنا بنشوف دلوقتي أداء مختلف من لعيبة النادي الأهلي بنشوف روح وحب لعيبة النادي الأهلي مع بعضهم البعض وده سير نجاح الموديل الفن دايما الموديل الفن اللي بيخلي فيه روح وأداء داخل اللعيبة وبيخلي أن اللعيبة تبقى بتحب بعض اللعيبة كلها عايزين يقدموا أفضل ما عندهم طيب احنا ليه كنا مستنين مدير فني أجنبي عشان يحقق المعادلة الحلوة هو دايما دايما انت هنا في مصر أو في الأندية عمدا مشكلة عام المدير الأجنبي هم دايما بيبقى هو ناجح مع فرقه هو اللي بيبقى عنده فكر مختلف عنده طبعا استراتيجية مختلفة أكيد أكيد فيه مدربين طبعا محترمين جدا داخل مصر والسنين اللي فاتت طبعا كان فيه مدربين جدا ده بالنسبة للألعاب الجامعية يعني كان فيه مدربين كويسين جدا لكن انت دايما بتروح للمدرسة الأجنبية أو بتشوف ان المدير الأجنبي يقدر ان هو ينجح مع الفريق فعشان كده بيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة طبعا الفريق ده بالنسبة لكورة السلة رجال بالنسبة لكورة السلة سيدات برضو محققين انجازات خلال 20-23 يعني احنا دايما لو كلمنا عن النادي الأهلي فالنادي الأهلي على مدار طبعا السنين أو على مدار طبعا الموسم بشكل كبير جدا لان الموسم طبعا انت الموسم بيبتدي من سنة وبينتهي في سنة مختلفة لكن في 20-23 برضو النادي الأهلي محقق خمس بطولات في كورة السلة سيدات يبقى فيش فرقه ما بين الرجال وما بين السيدات برضو السيدات السلة محققين طبعا خمس بطولات محققين دور السوبر وكاس مصر والسوبر المصري ومؤخرا السوبر المصري ومنطقة القاهرة ففريق طبعا برضو السلة سيدات احنا دلوقتي رايحين هول مصر بقيادة طبعا الكابتن طريق خيري الكابتن طريق خيري طبعا محق نجاحات كبيرة جدا مع فريق كورة السلة سيدات وبصراحة عامل شغل مميز وكمان أحلى حاجة في الفريق بنشوفها دلوقتي ان الموديل الفني بيعتمد على اللعيبة الصغيرة ان هي تكون موجودة معاه في الفريق الأول وبنشوف بصراحة لما بينزلوا الملعب أو بيكونوا في مباراة كبيرة جدا بيقدموا طبعا أداء كبير جدا جميل طيب غير بقى كورة السلة كورة السلة احنا عندنا برضو كورة الطائرة عشان ما برضو لازم تبتليك باللعب الجماعية الأول آه احنا بدنا باللعب الجماعية فاحنا نتكلم عن السلة ونتكلم برضو عن الطائرة وبعد كده نبقى نخش بقى على الجزء الأهم برضو للألعاب الفردية لأنه لازم برضو عامل شغل كويس لألعاب الفردية لا لا احنا بقى لو قعدنا نتكلم عن الألعاب الفردية مش نعرف نعد في البطولات بس هنضرب نمازج وأمثلة آه طبعا هنضرب نمازج وانت عندك لعيبة بصراحة يعني مش محققين مع النادي الأهلي بس بطولات لا محققين مع منطقة مصر واخدين بورنزية عالم اللي برضو هنتكلم فيه لكن خلينا نتكلم عن كرة الطائرة رجال وسيدات كرة الطائرة طبعا رجال محققين بطولة السوبر المصري وبطولة البطولة العربية الطائرة سيدات محققين الدولي ومحققين برضو السوبر قدموا بورات كبيرة جدا خلال الموسم وحققوا نجاحات كبيرة جدا لان طبعا كان فيه فترة ان طبعا جمهور النادي الأهلي لان طبعا جمهور النادي الأهلي ما بيقبلش إلا بالمركز الأول وما بيقبلش غير بالبطولات ففريق الطائرة صراحة محققين بطولتين كل فريق خلال عشرين تلاتة وعشرين ونتمنى طبعا لهم المزيد في الفترة اللي جاية تم طبعا تغيير القيادة الفنية سواء في كرة الطائرة رجال أو في الطائرة سيدات لكن خليني أكلم معك على نقطة مهمة جدا سكريموا بالنسبة للطائرة رجال وده اللي أنا كنت اكلمت عليها قبل كده مع حضرتك عن كرة اليد رجال في النادي الأهلي ان أنا قلت ان النادي الأهلي الفترة الأخيرة دي عمل جيل من لعبي النادي الأهلي جيل مختلف جيل ان هو يقدر يستحوز على البطولات خلال السنين اللي جاية وده اللي أنا بشوفه طبعا الكابتن إبراهيم فخر الدين في الطائرة سيدات ناجح بشكل كبير جدا محقق كل الفوز في كل مبارياته حتى الآن لكن خلينا اتكلم عن الأسباني منذ وبرضه يعني عامل حالة مختلفة وشفت من طبعا المباريات العديدة اللي لعبها النادي الأهلي حتى الآن في الدولة ومحقق فيها الفوز في كل مبارياته شفت ان هو بيعتمد اعتماد أكبر مش على عناصر الخبرة بس لأن ده بيعتمد على النشئين مصعد طبعا أكتر من اللاعب في الفريق بيشارك كل اللاعب يعني الأسباني منذو مش بيلعب بعناصر الخبرة بس هو مصعد لعيبة من النشئين وبيعتمد عليهم يعني نقدر نقول انه منذو وصول منذو الوضع اختلف الوضع اختلف ليه لانه هو جاي من بداية الموسم عايز يعمل نجاح ومستقبل مع النادي الأهلي فهو قعد من بداية الموسم متفرج على عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي في طبعا قطاعات النشئين فقدر ان هو طبعا يصعد وفي لعيبة رجعت للنادي الأهلي تاني فبصراحة عامل روح وعامل حالة مختلفة داخل النادي الأهلي ان انت بتشوف لعيبة صغيرة مع لعيبة عناصر خبرة فبصراحة بيقدموا مبارات كبيرة جدا وكل المبارات بتخلص 3-0 وده حاجة محترمة تحسب طبعا للمدير الفني هو لسه طبعا لسه عنده اختبرات كبيرة جدا في الفترة اللي جاية لكن بشكل عام هو ناجح مع النادي الأهلي حتى الآن التفصيلة اللي انت وقفت عندها دي تفصيلة فعلا في المتقل الأهمية وفيها يعني حسن استفادة وحسن توظيف للعناصر الشابة من قطاع النشئين إلى آخره الفكر ده مين تاني غيره بينتهجه فكرة ان هو يطعم فرقته بعناصر ذات خبرة وعناصر لسه بتقول يا هادي خلينا ابتدي معاك في الاول عن قطاع النشئين والنشئات في النادي الأهلي وانا بقولك اسكريم ان النادي الأهلي عنده كنز يعني لو انا حطيت مسمى او حطيت عنوان لي قطاع النشئين والنشئات في النادي الأهلي فبقولك ان ده مصنع مصنع من الابطال او مصنع اجيال من مصنع من اجيال الابطال في الالعاب في كل الالعاب في كل الالعاب يعني انت عندك في كل الالعاب الجامعية عندك بصراحة اجيال ان هما يقدروا ان هما الفترة اللي جاية يحصدوا العديد من البطولات لان مش موجودين في النادي الأهلي بس يعني النشئين والنشئات دولة مش بيلعبوا باسم النادي الأهلي بس لا موجودين مع المنتقبات بنشوفهم في كل المنتخبات وبيحققوا البطولات بصراحة فأنت عندك كنزة حقيقي داخل النادي الأهلي كل الفرق صراحة خلال الفترة الأخيرة دي وحتى هذه اللحظة بتدعم بقطاع النشئين والنشئات يعني إحنا مثلاً بنيجي في لعبة يبقى في لعبة مصاب أو لعبة مصاب فبتبدأ أن أنت بتاخد من القطاع النشئين أو النشئات لعبة يدخلوا الماتش لكنهم بلعبوا على طول مع الفريق الأول يعني ما بتحسش بفرق أن اللعبة دي أصطلع من مسابقات مختلفة فبيطلع للفريق الأول فيبقى مخدود أو عنده بصلاً حالة أنه بيلعب مع الفريق الأول مرة واحدة لا ده بينزلوا بيقدموا مباراة كبيرة جداً وبيحققوا بصراحة نجحات مع النادي الأهلي قلال الفترة اللي فاتت وكمان مش بيحققوا نجحات برضو مع النادي الأهلي بس لا بيحققوا نجحات مع منتخب مصر فأنت النادي الأهلي عنده مستقبل كبير جداً عنده كنزة حقيقة داخل النادي الأهلي من قطاع النشئين والنشئات يقدروا أنهم يفيدوا كل الفرق خلال الفترة اللي جاية وزي ما أنا قلت برضو على حتة أن اليد ما هو اليد ده لما تم تصعيد لعيبة عملت فريق وجيل كبير جداً قدر أنه هو بيحقق الفوس في كل المباراة وحتى الآن بيكسب طبعاً نادي الزمالك سواء في السوبر أو في ختام طبعاً الدور الأول من دور المحترفين وجيل يقدر يستحوز على البطولات خلال السنين اللي جاية إن شاء الله طيب تحب بقى نروح شوية للألعاب الفردية؟ خلينا نروح للألعاب الفردية العلعاب الفردية بصراحة في النادي الأهلي فكل الألعاب يعني خلينا نتكلم عن يعني لو تكلمنا عن تنس الأرض فالتنس الأرض محققين طبعاً خلال عشرين تلاتة وعشرين لأنت تعرف أن التنس الأرض ده من الألعاب الصعبة والألعاب المهمة جداً فالنادي الأهلي محقق دوري طبعاً السيدات كمان في تنس الطولة النادي الأهلي محقق بطولة الدوري سواء رجال أو سيدات في تنس الطولة احنا عندنا لعيبة مميزة لعيبة موجودة طبعاً مع منتخب مصري بيمتلك العديد من العناصر المميزة فالنادي الأهلي دايماً بيبقى مستحوز كل سنة على كل البطولات نروح بقى للألعاب كرة الماء ودي من الألعاب الصعبة جداً 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 النادي الأهلي محقق الدوري بعد غياب طويل جداً من البطولات في الدوري محقق كاس مصر وقدر أنه يجمع بين السنوئية الدوري والكاس فبصراحة نجاح كبير جداً للألعاب الفردية سواء كمان في الجنباز أو في الكراتيه كل الأعاب داخل أو الألعاب القوى النادي الأهلي محقق العديد من البطولات ومحقق العديد من المدليات مش بس كده أنت عندك في كراتيه مثلاً لعيبة موجودة مش بتلعب باسم النادي الأهلي لا أنت عندك عناصر مميزة بتلعب باسم مصر وبتلعب مع منتخب مصر محققين برنزيات طبعاً برنزية العالم مؤخراً سواء آية هشام أو نوها عمر فده إنجاز كبير جداً سواء طبعاً لمصر أو للنادي الأهلي أنت دايماً النادي الأهلي بيبقى داعم كبير جداً للمنتخبات بيكون طبعاً أكثر من عنصر في كل الرياضات ومن قديم الأسس وكمان في الجنباز أنت عندك لعب دولي مؤهل الفترة الجاية لأنه يتأهل لي طبعاً باريس 20-24 عمر العربي فأنت عندك لعيبة وعناصر خبرة وكمان في تنس الطاولة عندك البيالي وعندك طبعاً سيد لاشين أسطورة تنس الطاولة والبيالي عندك لعيبة كتيرة جداً بصراحة ودينا مشرف يعني بصراحة لو عادنا نتكلم كتير جداً عن نجوم النادي الأهلي أنت مش هتديهم حقهم لأنهم مش بيلعب باسم النادي الأهلي بس ومحقق نجاحات مع النادي الأهلي بس هو بيلعب كمان باسم منتخب مصر وبيحقق نجاحات كبيرة جداً ودايماً بنشوف لعيبة النادي الأهلي موجودين على منصات التكوين كم يعني بخلاف المتخب الوليمتي لكرة القدم احنا بنكلم الفقرة دي عن الرياضات الأخرى أكيد مين من لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله هنشوفهم في باريس 20-24 في الرياضات المختلفة لعيبة كتير جداً سكريم صراحة أي لعب داخل النادي الأهلي هو عارف طبعاً قيمة الرياضة وعارف قيمة هو بيلعب إزاي كانت عندك لعيبة كتير جداً سواء في الكراتي أو في الجنباز أو طبعاً في كل الألعاب المختلفة يقدروا الفترة اللي جاية أنهم يتأهلوا طبعاً لباريس 20-24 وزي ما أنا قلت لحضرتك على سبيل المثال عمر العربي من اللعيبة ومن أفضل اللعيبة بصراحة سواء في منتخب مصر أو في النادي الأهلي كمان خليني أتكلم في حتة مهمة جداً هو النادي الأهلي مش داعم للمنتخبات باللعيبة بس يعني ما بيدعمش المنتخبات الوطنية باللعيبة بس لأ أنت عندك كمان مدربين ودي حاجة مهمة جداً النادي الأهلي أنه داعم كبير جداً لمنتخب مصر باللعيبة وبالمدربين يعني عندنا مثلاً أعادتها بيبقى دايماً للمنتخبات مدرأهم الفانين الخاصين من المنتخب يعني اللي أنت بتكلم عني دا ما بيحصلش كتير واضح غير مع النادي الأهلي بس لا هو مع النادي الأهلي أنت عندك ثلاث مدربين موجودين مع المنتخبات الوطنية يعني عندنا في منتخب 18 سنة كرة السلة موجود كابتن أحمد الجرحي كابتن أحمد الجرحي دا المدرب العام ليه فريق كرة السلة رجال في النادي الأهلي وهو المدير الفني لمنتخب مصر 18 سنة كمان عندنا محمد أشرف توفيق مدير فني في النادي الأهلي وكمان المدرب العام في منتخب 18 سنة فأنت عندك هوا لعيبة ومدربين مش لعيبة بس يعني الأهلي مش دعم بس بلعبته ودعم كمان بمدربته كمان كابتن علياء محمود دي مدربة طبعا كرة السلة الفريق الأول لكرة السلة سيدات هي كمان مدربة في فريق الأنسات 18 سنة فبصراحة نجاح كبير جدا للنادي الأهلي إن احنا بنشوف عناصر مميزة جدا داخل النادي الأهلي سواء من لعيبة أو من مدربين بيكونوا موجودين مع المنتخبات الوطنية وده نجاح كبير جدا للنادي الأهلي يعني ان انت بتشوف لعيبة مش لعيبة بس يعني بتشوف لعيبة وكمان مدربين وكمان برضو منتخب كرة السلة رجال موجود خمس لعيبة من النادي الأهلي اللي هلعبه طبعا البطولة العربية اه فاحنا لو أعدنا نتكلم كتير جدا عن النادي الأهلي فاحنا لعيبة ومدربين موجودين مع المنتخبات فده إنجاز بصراحة للنادي الأهلي دايما النادي الأهلي ما بلعبش غير على المركز الأول دايما النادي الأهلي قدروا انه هو دايما ما بلعبش غير على البطولات وجماهيره ما بتقبلش غير بالبطولات احنا دايما منشوف ساعات دايما الجماهير زعلانة فهي الجماهير بتبقى زعلانة علشان خاطر هي ما بتقبلش من النادي الأهلي غير الفوز يا رجل ده الجماهير زي عليك لبطيح تتالبت العالم ايوه لما طلعنا كنا وبرده ناس بتعكمنا كنا نتمنى طبعا النادي الاهلي يكون موجود في النهائي لكن انت النادي الاهلي خد البرونزية ومحاقة انجاز طريقي النادي الاهلي ما خلص البرونزية من هنا خلاص يا جماعة احنا كده نقفل للصفحة احنا عندنا بطولة سوبر فانت النادي الاهلي بيحتفل ممكن ساعة وبيدور على بطولة بعدها والجماهير ما بتعودش مثلا تحتفل فترات زي عندها تانية لا هم بيحتفلوا لساعات وبعد كده بيدورها على البطولة بعدها وهو ده قدر النادي الاهلي وده بيحمل ده بيعمل حمل كبير جدا على لعيمة النادي الاهلي بصراحة ان هم دايما ده حتى المدربين بقولك ان انا بروح لي الجمهور في الستاد او في الصالة وهما بيحتفلوا معايا بيدوروا على البطولة اللي بعدها هو مش رايح يحتفل معايا فيلاقي الجمهور بيحتفل معايا هو بيحتفل به ما فيش مشكلة لكن بيدور على البطولة اللي بعد كده صحيح بالمناسبة يعني ونت بتتكلم من شوية حتى انا كملتلك الكلام مساعة لابتتكلم على ان لعيبة النادي الاهلي وما دايما القوام الرئيسي للمتخبات في كل الرياضات صحيح فانا وقتلك ده من قديم الازل الكلام ده حصل هل ده بيبقى لي علاقة بنوعية اللعيبة اللي في النادي الاهلي طبعا انت عندك وانا مش بتكلم على رياضة بعينها صحيح بشكل عام الى جارب النادي الاهلي بلدك فيها اندية كبيرة وفيها لعيبة كبيرة ولعيبة مهمة لكن دايما بتلاقي ان القوام الاساسي لأي منتخب في اي رياضة ما بيطلعش برا الاهلي والزمالك ليه اكيد لان طبعا في الاندية دي الاندية دي اللعيبة اللي بتيجي او بتبقى موجودة سواء من قطاع النشئين او النشئات او الفريق الاول بتبقى لعيبة مميزة الاندية دي بتختار لعيبتها على اعلى مستوى ان بيكون افضل العناصر وافضل لعيبة موجودة في فرقهم فطبعا المنتخب كده كده لما بيبدأ الاختيار فهو بيكون عايز افضل لعيبة وافضل نوعية يقدر ان هو يلعب بيها ويقدر ان هو ياخد بيها بطولات ويستحوز طبعا على البطولات لان انت لما بتختار لعب بتختار لعب ان هو يقدر يفيدك او يفيد المنتخب او يقدر ان هو يحقق طبعا اداء مختلف مع منتخب مصر او سواء طبعا ان انا اجيبه ويبقى عايز منه بطولة يعني في لعيبة بتبقى انت جايب ورامع عليها الحمل ان هي دي هتشلك الفرقة لان انت بيبقى عندهم عناصر الخبرة فبيبقى لكل الاندية وسواء طبعا في النادي الاهلي بيبقى لاختيار مختلف فده اللي احنا بنشوفه دايما موجود في المنتخبات ان القوام الرئيسي بيبقى طبعا من النادي الاهلي او من الاندية الكبيرة لكن من النادي الاهلي انا بشوف ان دايما القوام الرئيسي للمنتخبات الوطنية من داخل النادي الاهلي سدق او انت بتتكلم وانت بتجاومي على سؤال الاخير ده سراح ترى وابتسامت بتفصيلة كده بالهاش علاقة بداحنا بنتكلم فيه صدق الفقرة بتاعتنا دي فقرة الحديث عن الرياضات الأخرى إحنا نقدر وإحنا مستريحين وإحنا سبيل إيدينا كده نعملها فقرة مسجلة لأن نعرضها كل فترة ليه ليه بقولك كلمتين دول لأنها سرحت فيه إحنا على مدارة تلات سنين تلات سنين ونص اللي فاتوا ما هي مرة يعني منورنا في البرنامج ده وبنتكلم عن الألعاب الأخرى غير لما تقريبا نفس الكلام بحزفيره فيما يتعلق به السيطرة والهيمنة والاستحواز على كل البطولات ده هو نفس الكلامة والاستاذ بنفس الترتيب تقريبا بصة السكريمة عزيزة أولك ما السيطرة الأهلوية دي السيطرة الأهلوية دي موجودة دايما يعني أنا دايما بقول على النادي الأهلي هو نادي البطولات الحقيقي نادي الأهلي دايما مسيطر النادي الأهلي لما بياخد 20 و30 و40 بطولة وبيقصر بطولة واحدة وبيزعل على البطولة بالرغم أنه كسبان مثلا صحيح 20 و25 يعني كسبان بطولات كتير جدا هو لما بيخسر بطولة بيزعل على البطولة دي فدايما النادي الأهلي صراحة أنا شايف أنه هو نادي البطولات الحقيقي بحق إنجازات وبيحق إنجازات مش يعني إحنا طالعين بنتكلم على سنة واحدة إحنا بنتكلم على عشرين تلاتة وعشرين والموسم طبعا بيبقى فيه توقفات عشان المنتخبات ما بيبقاش موسم إحنا ما بنحسبش السنة اللي هي سنة 12 شهر إحنا بيبقى مثلا شهر أو شهرين أنت محقق فيهم العديد من البطولات فأنت لما تيجي مثلا في لعبتين زي كرة السلة رجال وسيدات محقق عشر بطولات في عشرين تلاتة وعشرين إحنا هنفضل بقى مش نعرف نعد بعد كده لأ حيث كده بقى عبد الرشاد يبقى لا جديد يسكر وانا قديم يعاد إحنا نقفل الحلقة على كده وبرك الله صحيح نورتنا وشرفتنا بشكرك على وجودك معنا النهار ربنا خليك أس كريم أنا اللي سعيد جدا والله وبقى سعيد جدا إن أنا موجود في قناة النادي الأهلي بكلم عن بطولات الألعاب الجامعية بصراحة لإني ده ملفي اللي أنا بحبه جدا وبقى سعيد جدا بتكلام عليه بصراحة وإحنا بنحب الشغف اللي موجود عندك دايما بيبال حتى في لمعة عينك يا رجل اللي ببنيجي لتكلم عن رياضات الأخرى بشكرك على وجودك معنا النهار ده نورتنا وأكيد شكرا موصول للمشاهدي في قناة الأهلي في كل مكان في العالم على حسن المتابعة بكرة بإذن الرحمن يتجدد اللقاء وحلقة جديدة وعشر الصبح في الأهلي صباح الفل عليكم